موقع دويتشفيل الألماني المعروف اختصاراً بـ DW نشر تقرير لمعهد روبرت كوخ أن 85% من الألمان بيعانوا من ألام الظهر خلال حياتهم وأن التقرير لم يفرق بين الرجال والنساء في الإصابة فالجميع معرض للألام وحسب العديد من مؤسسات التأمين الصحي في أوروبا التعرض لألام الظهر يتسبب في العجزة عن العمل لنسبة كبيرة من المصابين به وأورد الموقع بعض الأعراض اللي سماها أعراض خفية لأن المواطن العادي ما بيدركش بيها أنه مصاب بمشاكل الانزلاق الغضروفي زي عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز وزي الألم في الذراعين أو القدمين تأثر القدرة الجنسية وأخيراً الشعور ببرودة في بعض مناطق الجسم أهلاً بكم كل مهن، كل الناس معرضين لمشاكل في العمود الفقري لكنه أنا بجهز الحلقة المهمة دي قوي لاحظت أنه في مهن معرضة لإصابات في العمود الفقري والحقيقة الناس حاسدين أصحاب المهن دي رغم أنها مهن تبدو فيها رفاهية لكن داخلها فيها مشاقة كبيرة جداً بجد زي مهنة التمثيل كثير من الممثلين الغربيين والمصريين على فكرة أصيبوا إصابات خطيرة جداً في العمود الفقري في مصر مشهور جداً ناس اللي حصل لهم مشاكل في العمود الفقري أستاذ أحمد الساقة، أحمد زاكي الله يرحمه، فنان العظيم أحمد مظهر من الركوب الخير حصل له مشاكل كبيرة في العمود الفقري لكن في العالم فيه ثلاثة أو أربعة فعلاً أصيبوا إصابات خطيرة جداً ومش بس هي ده فيه أكتر من حد أصيب في هذا الفيلم درجة أنهم قالوا في الآخر الفيلم هو ملعوم بقى حاجة الناس، حدي تاني نجم تاني مشهور جداً جورج كلوني طبعاً واحد من أشهر نجوم العالم أصيب في فيلم اسمه سيريانا وده مشكلة أنه أصيب في العمود الفقري ووصلت الإصابة إلى أنها توصل للحبل الشوكي يعني كادت أن تؤدي إلى مشكلة في الحركة بشكل كبير جداً ديفيد هولميس مشهور قوي بتاع هاري بوتر ده أصيب إصابة لدرجة أنه تقريباً مس الجزء الأخير وهو شبه في حالة ضعف أو شلل وما مسلش بعدها يعني ما مسلش بعدها أي فيلم على الإطلاق ده غير ممثلين مشهورين أصيبوا إصابات عنيفة كل الناس، المدرس معرض، الدكتور معرض الطالب اللي بيتنقل كتير في المواصلات معرض الست، الست البيت اللي بتعمل شغل البيت معرضة كل الناس معرضين لكن وعننا بنتكلم على إصابات العمود الفقري وتخوف الكثيرين من أنهم يعملوا أي إجراء أنا عايز أقول أن الأمور تطور التطور مذهل على مستوى العالم وعلى المستوى المصري إحنا رواد المنطقة ورواد الشرق الأوسط في التعامل مع جراحات العمود الفقري بلا منازع، بلا منافس المصريين كده وأيضا عايز أقول لكم أنه مش بس المصريين رواد ده مصنفين المصريين على المستوى العالمي في جراحات العمود الفقري اللي اتنقلت نقلة نوعية كبيرة جدا بفضل حاجات هنفهمها النهاردة بالتفصيل ضيف العزيز واحد من الأسماء الكبيرة في عالم جراحات العمود الفقري على المستوى المصري، على المستوى الإقليمي، على المستوى العالمي حقيقة بسعدني دايما بأسلوبه الرقي جدا على المستوى الشرح والتفصيل المستوى الإكلينيكي وأيضا أنا بتابع بشكل الأكاديم الرائع اللي بتراحه سواء في المؤتمرات العالمية أو في المنتديات أو في المجلات والأبحاث والدوريات حاجة شيء بيساعدني جدا أنا دايما بحب أتابع، دايما أنا بحب أن أنا أكون موجود في المنتديات دي بحب أشوف زملائنا، مش بس في التخصص بتاعي، لا في التخصصات الأخرى لأن الأسرة الطبية كلها بتفتخر ببعضها في هذا المجال حقيقة النهاردة ضيف العزيز واحد من قمم عالم جراحات المخ والأعصاب الأستاذ الدكتور إيهاب محمد عيسى أستاذ جراحة المخ والأعصاب والأعمود الفقري بكل الطب بجامعة القاهرة عضو الكونجرس الأمريكي لجراحات المخ والأعصاب والأعمود الفقري جامعة كورنيل بنيورك للولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كولومبيا للولايات المتحدة والأريزونا جامعة أريزونا وجامعة هلسينكي الفنلندية وصاحب التكريم من جامعة القاهرة عن البحث العلمي الدولي في جراحات المخ والأعصاب والأعمود الفقري لعام 2010 و15 و17 لإسم الأكاديمي المتميز أهلا بيك دكتور إيمان أهلا بيك دكتور إيمان كل سنة وحضرتك كل سنة وانت طيب بسادي المشاهدين بخير بادي أنا انت ضحكت وإحنا بنتكلم على إصابات الممثلين صحيح وأنا كنت مبسوط جدا أن حضرتك بتتكلم في الجزئية الأخيرة على أننا خلاص الدنيا تغيرت دلوقتي وبقى فيه طفرة كبيرة جدا حصلت في مجالات جراحات العمود الفخري قدت أن حاجات كتيرة كنا بنخاف منها زمان خلاص تغيرت واتنقلنا نقلة تانية بقيت فيه حاجات كتيرة ما كانت الناس بتخاف منها بقيت بتتعامل بسهولة والحالات بتخرج تاني يوم وبترجع لحالات حياتها الطبيعية بالذات في المراحل المبكرة أعتقد النهاردة هنقدر نتكلم بالتفصيل في الجزئية دي إن شاء الله العالم أو الناس عموما تتوارس أو أفكار معينة تجاه الجراحات فيها من نسبة من التردد نتيجة التاريخ القديم لا تدرك التطور الكبير اللي حصل مثل دور الميكروسكوب الجراحي مثلا وأدوار التدخلات المحدودة اللي غيرت تقريبا خريطة هذه الجراحات النهاردة أول منطقة لازم نتناقش فيها وخصوصا أنت يعني ما شاء الله واحد من الناس المتميزين في عالم الميكروسكوب وأبحاثك فيه متميزة للغاية عايزين نلقي الدوق على الأجدد من ناحية البحث العلمي في عالم الميكروسكوب تحديدا ونوضح للناس إيه هو معنى الميكروسكوب ودوله المهم في نقل الجراحات من منطقة الحقيقة كانت فيها الكمبيليكيشن إلى منطقة أمان مختلف بشكل كبير عن قبل كده عن زمان كويس جدا دكتور إيمان ده بداية موفقة أن احنا نشرح للناس الجوسية دي أنا عايز أتكلم الأول بصفة عامة يعني إيه دور الميكروسكوب في علم جراحة المخ والعصاب والعمود الفقري هو هذا النوع من الجراحات اللي تم فيها استخدام الميكروسكوب والتقنيات الحديثة بمختلف أنواع زي أجهزة الملاح الجراحي زي أجهزة الدريل أجهزة الكوزة دي أجهزة كلها بتستخدم في الجراحة الميكروسكوبية إيه فايدت هذه الأجهزة؟ فايدت هذه الأجهزة نتجة أو هذه التقنيات الحديثة علشان نوصل لها نتجة نتيجة شقين خاصة هو تطور في علم جراحة المخ والعصاب وتطور في التكنولوجي المصاحب لهذا العلم يعني إيه تطور في العلم؟ يعني علم جراحة المخ والعصاب تغير معتش زي زمان العلم ذات نفسه إن احنا بدأت في الستينات هو الحاجة اللي اسمها التشريح الميكروسكوبي لجسم الإنسان للجهاز العصبي يعني حضرتك يمكن أنا قلت لحضرتك قبل كده احنا التشريح اللي كنا بنقته في سنة تانية أو في سنة أولى من الكلية الطب واللي بدرسوا الطلبة ده التشريح الميكروسكوبي أو تشريح العين المجرد لكن بعد كده من الستينات بدأت حاجة اسمها التشريح الميكروسكوبي اللي هو الحاجات التي لا ترى بالعين المجرد الشعيرات الدموية الدقيقة الأعصاب الدقيقة التكوينات العصبية الضقيقة الدراية التامة بهذه التكوينات مهمة جدا علشان حمايتها إثناء التدخلات المحدودة أو تدخلات الجراحية وده بينتوج عنه النتائج التحصن اللي بتحصل الجديدة اللي حصلت الحاجة الثانية اللي صاحبة التقدم العلمي ده لدرجة أن احنا بمناسبة التقدم العلمي ده احنا دلوقتي في امتحانات الدكتوراه لازم شق بنمتحن الناس اللي بياخدوا الدكتوراه في علم العمود الفخري من مخ العصاب عندنا في جزئية المايكرونيورواناتومي تشريح الميكروسكوبي ده لازم ولازم يبقى على دراية تامة به النقطة الثانية اللي صاحبت الحاجة دي هو التقدم التكنوليشي الشركات العالمية الكبيرة لما لقيت الناس بدأت الدكتوراه في تطور في العلم عندهم فبقى لازم يصاحب هذا التطور في العلم أجهزة تساعد على تسخير هذا العلم لمصلحة الحالة أو المريض فبدأ يظهر الميكروسكوب المتطور حتى الميكروسكوب مش هو الميكروسكوب العادي زي زي ما كل يوم فيه صيحة جديدة في الميكروسكوب وتطور لدرجة فيه أجهزة حديثة بتقدر تصور وانت شغال الشعيرات والأوعيات الدموية وتقدر تحركها الجراحية تحكم فيها عن طريق الفم عشان يقدر يروح من زاوية لزاوية هو شغال شايف لدرجة ايه وبعد كده ظهرت أجهزة الملاح الجراحي اللي هو اللي نقدر نقول عليه زي جوجل ماب بيحطك بالزبط عند المقطة اللي انت عايزة وتقدر تتحرك وانت شغال وشايف انت فين بالزبط وشايف انت تم استقصال قد ايه فأصبحت هذه الأشياء قدت إلى دقة شديدة في التعامل مع الجهاز العصب طيب علشان نوصل للحاجة دي يبقى لازم شقين لازم يبقوا موجودين لازم يبقى فيه جراح على دراية علمية زي ما قلنا في الأول بالتكوينات الميكروسكوبية علشان هو هي تعمل ولازم موجود الأجهزة والتقنيات الحديثة الميكروسكوب الحديث الدريل أجهزة الكوزة هتلاقيني دايما بكلم الكوزة هو جهاز دريل هو الحفة الكوزة دي جهاز بيتيح لك انك انت تشيل الورم او تشيل التجمعات الصلبة سواء داخل الجهاز العصبي سواء داخل الحبل الشوكي او داخل المخ بدون ما تؤثر على التكوينات العصبية حواليها من غير ما تشد انت بتدوب الحاجة دي هي عبارة عن ألتراصونيك بتدوب الحاجة دي فترفعها فمثلا لو انت بتشتغل داخل الحبل الشوخي انت مهم جدا ان انت ما تعملش اي اي شد ده الفرق الكبير اللي الناس ما بتدركوش ده فرق كبير ده كانه مزيد بالضبط فرق كبير جدا بيقدي فرق في النتائج يعني مختلف تماما نتائج مختلفة تماما دي تلاكيزة لصحبة الجراحة الميكروسكوبية ده خليني برضه أقول البحث العلمي تطور في المنطقة ما هو العلم لما تطور صاحبه تقدم تكنولوجيا فالاتنين اجتموا من بعض علشان نصل للطفرة اللي حصلت في التدخل الجراحي بالميكروسكوب واللي وصلنا له النهاردة عايز أقولك يعني ايه بقى لما نطبق الحاجة دي في العمود الفقري يعني ايه تدخل جراحي محدود بالميكروسكوب محدود بالميكروسكوب في العمود الفقري يعني من خلال فتحة صغيرة بنتخل بيتم استقصال الغضروف أو استقصال الضغط أو الضيق اللي ضغط على الحبل الشوكي ده طبعا صورة غرفة العمليات المجهزة اللي لازم التجهيزات تبقى موجودة فيها علشان نقدر نعمل التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب فبندخل من هذه الفتحة الصغيرة ويتم استقصال فيها الأشياء اللي ضغط على العصب سواء غضروف أو ضيق أو ورم ضغط على العصب ونحافظ على التكوينات السليمة في العمود الفقري طب إيه فايدة الحاجة دي فايدة الحاجة دي إنها بتتم من فتحة صغيرة فعلشان كده بنحافظ على العضلات بنحافظ على العظام فبيبقى العمود الفقري بتاع الإنسان زي ما هو استقصالنا فقط المشكلة الغضروف اللي ضغط الضيق الضغط علشان كده بيقدر يرجع لحياته الطبيعية بسرعة استقصالنا المشكلة فقط لكن حافظنا على ظهره زي ما هو ثانيا قال لنا الحاجة للدعمات ما زالت لها حاجة في بعض الحالات زي ما هقول في آخر الحالة ولكن مع التدخل المحدود بالميكروسكوب قال للحاجة إليها نمرة ثلاثة وهي أهم شيء وهي يمكن الرسالة اللي عايزة وجهها النهاردة من خلال حالاتها تدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب ليس رفاهية هو الأمان كلمة الأمان يمكن فيه بحث من أبحاث اللي كان معروضة على الشاشة من شوية اسمه سيفتي السيفتي يعني الأمان بتاع التدخل المحدود بالميكروسكوب يعني إيه أمان الخلايا العصبية ده أكبر نعمة ده ربنا سبحانه وتعالى للإنسان الجهاز العصبي ده اللي بتحكم في حياته اللي بيمشي بيه اللي بيزاول بيه مهنته أشغاله ربنا خلق الخلايا العصبية لا تجدد بحيث لو الخلايا العصبية حصل فيها حاجة الخلايا العصبية ما ترجعش مرة تاني يبقى ده معناه حاجتين الحاجة الأولى إنه لما يبقى حد عنده مشكلة في الجهاز العصبي غضروف ديء وراء مضغط على الجهاز العصبي لازم يتعمل بدقة شديدة جداً مع حد عنده خبرة لازم يتعمل في مستشفى مجهزة فيها كل الأجهزة اللي أنا قلت عليها قبل شوية الأجهزة دي أنا عارف إن المستشفيات اللي بتبقى فيها جميع الأجهزة دي هي قليلة على مستوى العالم حتى ويمكن بتبقى أسعارها أعلى من الطبيعي شوية ولكن ده لا غنى عنها ده التخصص ده محتاج الحاجة دي لا يمكن يتم إجراءه بدون الحاجة دي دي ده الموضوع مش رفاهية لأن الأمان ده معناها أنه هو الحد بيعمل التدخل ده بيرجع لحياته الطبيعية تاني يوم بالذات في المراحل المبكرة بيرجع يشتغل بيرجع يزول حياته بصورة طبيعية فرق شاسع بينه وبين حد تاني أنا للأسف يعني يمكن شفت حالات كتيرة بشوفها في عياتي ناس عملت عمليات في مستشفيات بتكون بدون المستوى مش مجهزة تجهزات أو يمكن جراح مش على خبرة لسه عندي حلقة قريبة قاعد في حالة عجز بعد التدخل يمكن حوالي سنة ومص ماشي على عكس مش قادر يتحرك مش قادر يمارس حياته الحمد لله عملنا والحمد لله اتحسن ورجع لحياته شايف الفرق لو كان من البداية يعني طبعا كل شيء بتوفيق ربنا بس ربنا أمرنا ناخد بأسباب الدنيا نحن شايفينه ده صورة من صورة الأسباب التجهيزات بالضبط ده أسباب الدنيا اللي ربنا أمرنا بها كل ركن من أركان هذه الغرفة ليه قيمة وليه فايدة كل جهاز قدامك ده مش أجهزة رفاهية أو أجهزة تصوير مجرد كده لا ده كل جوء جزء مهم قوي قوي في شغل والحمد لله نحن عندنا في مصر دلوقتي مستشفيات فيها الحاجات دي مصر على مستوى دلوقتي في المستشفيات فيها مستشفيات مجهزة بنقدر نعمل فيها بهذه التقنيات الحديثة يبقى ليه البنق آدم يحرم نفسه من هذه الأشياء وفي مستشفيات متخصصة في جراحة المخلصة هي دي بتقيمة متخصصة هي متخصصة في جراحة المخلصة علشان يبقى فيها الأجهزة دي ليها المخصصة لهذه المهنة تاني حاجة الأمان اللي بيدي لنا التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب هو بيعرفنا إن لو في حالات نقدر نعملها في أوقات مبكرة ليه نستنى طالما دلوقتي بقت فيه نتائج كبيرة جدا مع هذا طفرة مذهلة في التدخل الجراحي بالمحدود ليه نستنى لما يبقى فيه ضغط جديد على الحبل الشوكي اللي نستنى لما الخلايا العصبية تتأثر ويحصل ضعف وما نقدرش نمشي ونوصل إن إحنا عادينا على كرسي مش قادرين نتحرق كل ما تعملت في مراحل مبكرة لإن أصبحت النتائج كويسة بنرجع تاني لحياتنا الطبيعية بالذات زي ما أنا قلت إن الخلايا العصبية لو تم تحفظ عليها من البداية وعملنا التدخل قبل ما يحصل فيها أي تأثر النتائج بيبقى كويسة جدا طبعا عايزين نقرب الصورة من الناس لقيمة التدخل المحدود اللي الناس للأسف بتلخص قيمة التدخل المحدود في شكل الجرح وعلى فكرة جميل جدا وطبعا شكل الجرح ده شيء مهم ولطيف لكن الموضوع أكبر من كلمة شكل الجرح أعتقد دقاء أنا عايز أحط برواس كبير على الجملة ده يا دكتور عين إن فعلا أنت بتبص بس على شكل الجرح هو فعلا حاجة مهمة ولكن أهمية التدخل الجراحي المحدود بالمكروسكوب مش بس في شكل الجرح إن هو محدود كمان في الداخل حفظنا على الأنسجة في الداخل وقدرنا نعمل نستقصر المشكلة تماما ونشوف زي ممكن فيه فيديو دلوقتي يبن تم الاستقصال المشكلة والضغط على العصب مع الحفاظ تماما على العصب هي دي أساس الأمان الأمان إن احنا ده الفرق بين زمان ودلوقتي ده الفرق بين جراح عنده خبرة بشغال في مستشفى مجهزة وبينجراح تاني بشتغل في مستشفى مش مجهزة الأمان الأمان إنه تم استقصال الغدروف تم استقصال الضيق تم استقصال الورم اللي ضغط على الجهاز العصبي والحفاظ على الجهاز العصبي الجهاز العصبي ده حاجة ثمينة جدا والتدخلات فيه هي أدق شيء أدق مهنة أنا باعتبرها أدق مهنة مش عالشان أنا بزوال ولازم الناس المقبلة إنها هتعمل تدخل في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي لازم هي فرصة لازم تستغلها أن هي لازم تتعمل في أحسن مستشفى لازم تتعمل مع حد عنده خبرة بقرر الكلام ده كتير لأن لو تعمل خطأ منذ البداية بيبقى صعب الإصلاح بعد كده في حالات كتيرة هنا مثلا إحنا شايفين نموذج لشرح تدخلات محدودة ده استخدام جهاز ملاحي جراحي استخدام جهاز ملاحي جراحي مع الميكروسكوب أثناء التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب في جراحات العمودة الفقر شايف يا دكتور أيمن مثلا هنا بنركب الدعامة باستخدام جهاز ملاحي جراحي زمان أنت كنت أنت بتحط الدعامة بتبقى عارف المقييس وبتدخل تحطها لكن الآن بتبقى محسوبة بالميلي أنت شايف بالضبط أنت داخل فين وشايف الاتجاه بتاعك ده جهاز ملاحي جراحي فيه جهاز أقلم منه شوية اسمه الفلورسكوبي هو ملاحي جراحي ولكن على أضعف اللي هو بيورينا ولكن مش بيورينا كل الأبعاد زي جهاز الملاحي الجراحي اللي بيين عندنا على الشاشة بيورينا العصب إذا كان في عصب غريب إذا كان في مشكلة غريب بيورينا كل حاجة بقت محسوبة بالدقة عادش المواضيع متروكة أن بس خبرة جراح لا ده كل شيء محسوب بالدقة وإنت داخل بزاوية معينة بينا قدام وبين أنت وضعت الدعامة بتاعتك لحد فين ومشي فين في جسم الفقر فمعدناش بنشوف الحاجات اللي بنشوفها زمان أن حد دخل المصمر دخل في القناة العصبية حد بيعمل مستوى عمل مستوى غلط زي ما بيحصل في أماكن غير مجهزة هنا مثلا إحنا شايفين هنا برضو نفس استخدام الملاحي الجراحي بالضبط ده استخدام الملاحي الجراحي زي ما قلنا هو زي جوجل ماب أنت متخيل جوجل ماب إثناء التدخل الجراحي أنت عارف أنت بتدخل الدعامة بتاعتك فين بالضبط لأنك تليك أبعاد معينة داخل فيها طب ما بالك الأبعاد دي بقت مرسومة قدامك خلاص بقت مرسومة قدامك فوق خبرتك وانت عارف هي بدخل إزاي بقت مرسومة قدامك فبتدخل بكل شيء محصوب بدقة متناهية طبعا بتوفيق ربنا في الأول وفي الأخير طبعا لأنه هنا مهمة جدا يعني أجزاء مهمة في العمود الفقري في الحبل الشوكي مينفعش أننا عمل لها تاتش مينفعش أننا عمل لها انجري مينفعش أننا عمل لها إصابة إحنا قلنا خلايا الجهاز العصبي دي خلايا لو اتأثرت وتدمرت خلاص ما بترجعش تاني يبقى معناها أن لو بن قدم سب ورم أو غضروف ضغط على الحبل الشوكي فترة لحد ما أثر عليه أو قتل الخلايا العصبية مش هينفعه أي حاجة بعد كده ونفس الكلام لو حد عمل عملية في مكان غير مجهز ما استخدمش التقنيات الحديثة اللي هي مش رفاهية وقدت إلى تدمير الخلايا العصبية برضو مش هينفعه أي حاجة بعد كده في منطقة مهمة أول في حياتنا هي أولئك الذين أكروا جراحات سابقة وما زالوا يعانون أو تجددت عندهم مشكلة هذه الحالة دايما إحنا في الطب حتى البسطاء اللي عندهم شوية ثقافة طبية وإحنا علمناهم للأسف بيقوموا جايين متخوفين مما يسمى بالتلايوفات وإذلك استخدام الأجهزة الحديثة في حالة جراحة سابقة دي أعتقد أن قيمتها تبقى أكبر ده قيمة طبعا مهمة جدا وأهم من القيمة دي أن فحص المريء الحالات دي كويس جدا ونعرف إيه المشكلة بالزبط اللي عندهم وهل المشكلة اللي حصلت هل هي ناتجة عن حاجة جديدة أو مشكلة أصلا في العملية القديمة اللي عملوها ونحط إيدنا بالزبط عن المشكلة دي نقرأ الأشعات كويس ونفحص الحالة كويس وده بتيجي بعد خبرة وإن إحنا عارفين وعملنا حالات كتيرة من النوع ده يجي نمرة اتنين وإحنا شغالين في التدخلات في العمليات إن نستخدم الاستخدام زي ما حضرتك قلت استخدام التخنيات الحديثة والميكروسكوب يعني شيء أساسي في الحالات دي عشان نفصل للارتصاقات نشوف العصب بوضوح ودائما الحالات اللي أنا بعملها المرتجعة أو اللي عملت قبل كده دائما غالبيتهم بيبقوا عملوا في مستشفيات مش مجهزة مع حد ما عملهمش يعني في حاجات كانت تتعملت بدون خبرة فبنبقى إحنا شايفين في الأشعات المشكلة بوضوح وإن هي ما تعملتش فبندخل بنستخدم الأجهزة وإحنا عندنا فكرة عارفين إحنا هندخل هنعمل إيه بالضبط طبعا بتوفيق ربنا في الأولى ولا في الأخ لما بتتعمل الحاجات دي وبيتم تحرير العصب بوضوح بنيبقى شايفين الأمور بوضوح يعني هنا مثلا ده فيديو هيوضح لنا مثلا التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب شايف الميكروسكوب بداية لازم يكون موجود في غرفة التدخل نعم ده الميكروسكوب احنا هنشوف هنا قد إيه نسب الأمان شايف الأجهزة والآلات اللي تبقى موجودة موجودة لازم تبقى موجودة في الغرفة اللي بنشتغل فيها بعد كده بندخل نحدد المكان اللي هنخش فيه ده بجهاز الفلوروسكبي أو جهاز الملاح الجراحي أحد أجهزة الملاحجرة نحدد المكان اللي هندخل فيه بندخل من فتحة صغيرة زي ما أنت شايف بالمصطرة بنقسها يعني حوالي بتبقى قد عقلة الإصبع للمستوى الواحد بعد كده بندخل بنفس العضلات في مكان بسيط جدا ندخل منه بأجهزة توسع هذا الجرح البسيط علشان نعمل المكان اللي هنشتغل فيه وبعدين نتم دخول الميكروسكوب نحن دلوقتي بنوسع المكان اللي هندخل فيه من خلال الفتحة الصغيرة اللي أنا قلت قبل كده عقلة الإصبع ده دي مهم جدا عشان الريكوفري كمان دي أول نقطة الحالة بتشوفها إن هي الجرح الصغير اللي جاي هو الأمان اللي جاي هو الحاجة اللي ما بيشوفهاش بس هي الأهم وهي الأمان إنك أنت رغم هذه الفتحة الصغيرة خلاص بندخل بقى دلوقتي بالميكروسكوب هيجي دور الميكروسكوب هندخل بالميكروسكوب بيكبر الحاجة بيوضح لنا الدنيا تماما بنشوف به أكتر من اللي بيشوفه الجرحين من الفتحات الكبيرة ده الدريل الحفار بنشيل بيك جزء العظمي اللي ضاغط على العصب الجزء العظمي اللي ضاغط على العصب بعد ما نشيل الجزء العظمي يجي دور أحد الأربطة اللي موجودة في المكان ده بنوسع أحد الأربطة دي ونوصل للعصب هنشوف العصب بوضوح دلوقتي بعد شوية هنشوف العصب بوضوح أول ما بنشوف العصب بوضوح بنستخدم آلة معينة تعمل حاجة اسمها مباعد للعصب يبقى أول حاجة عملناها عملنا حماية للعصب أصبح العصب محمي شايف العصب؟ ده بالزبط شايف الآلة بقى اللي خدناها خدنا العصب هناخده هناخد الآلة نعمله حماية ونظهر الغدروف الغدروف هذا الجسم الأصفر أحيانا نكبرين الصورة جدا الميكروسكوب ده دور وبيكبر الصورة ليست هذه الصورة العصب عمره ما يبقى بالتخن ده بس بنشوفه بالتخن شايف ميزة الميكروسكوب بتشوف الفرق ما بينه وبين الغدروف ازاي بوضوحه بتقدر تفصل ما بينهم بوضوح ازاي بتقدر تشوف كتلة الغدروف بتشيلها ازاي بتشيل كتلة الغدروف وتحافظ على كل التكونات انت ما شلتش عظام حافظت على الأربطة يعني في مكان الضغط في المكان بالضبط فتح عقلة الأصباح شلت الحاجة اللي ما تقدرش حتى فيه ناس مع جراحات كبيرة وفتحات كبيرة ما يقدرش يعملوه فيه حاجة تانية هنا دكتور أيمن عزالفة نظر حضرتك لها حصل حتى مع التدخل الجراحي المحدود بالمكروسكوب حصل فيه تطور أصبحت حتى الأربطة اللي موجودة بنحافظ عليها يعني شوف سبحان الخلاق العظيم فيه أحد الأربطة اللي موجودة هنا اسمه لجامنتم فليف هو ماسك من باطن الجزء الأسفل يعني الجزء آخر جزء في الفقرة اللي فوق إلى أعلى الجزء الفقرة اللي أسفل منه فماسك بالشكل ده ماسك من تحت كده الفوق لكن تتخيل أن حاجة المسكة بهذا الشكل بتحفظ قد إيه على التزان العمود الفقري ربنا خلاها بالشكل ده عشان تمسك العمود الفقري فعلشان نحافظ عليها بعد ما بنفتحه في التخنيات الحديثة أصبحنا ممكن في بعض الحالات لو مش حصل تدخم في هذا الرباط وضغط على الأعصاب ممكن نرجع تاني ونقفله تاني فشوف لدرجة إيه أن أصبحنا بنحافظ على العمود الفقري بتاع البناء أدم ده بيسهل زي ما احنا قلنا العودة للحياة الطبيعية يرجع لحياة الطبيعية ويزاوي الحياة الثاني يوم أنت فهمه يمكن في الفقرات القطنية بنطلب راحة عشر أو أسبوعين للإلتئام إنما بيرجع خلال الفترة دي بيتمشى عادي عندنا قضية مهمة جدا برضو قضية جاية من سرد المصطلحات العلمية الطبية للكسير من الأساليب العلاجية عندنا دلوقتي زي ما بيقولوا كده القائمة كبيرة قائمة الأساليب العلاجية بيسمع المريض عن التردد الحراري بيسمع عن الليزر بيسمع عن الميكروسكوب بيسمع عن كلمة الدعامات بيسمع عن أساليب علاجية بالمنظار بيسمع عن بيتلغبط هل منظار يعني الميكروسكوب ولا لا الأسماء كذين كيف يفرق المريض بين أو هل مطلوب أن المريض يعرف كل هذه المصطلحات أنا هعمل النهاردة مع حضرتك ملخص زي اللي بنعملها لطلبة داخلين للامتحان وأنا واثق أنه هيصل للناس وأنا يمكن اتكلمت عليه قبل كده أنا هأسملك جميع الطرق اللي في العالم لعلاج مشاكل العمود الفقري الخمس أقسام بسميهم المحاور الخمسة لعلاج جميع مشاكل العمود الفقري بس عايز السادة المشاهدين ينتبهوا تماما أن قبل ما أقول المحاور الخمسة الاختيار ما بين هذه المحاور ليست حسب رغبة الطبيب وليست حسب رغبة المريض ولكنه اختيار المرض درجة المرض هي اللي بتختار المحور المناسب لعلاجها بكرر تاني الدرجة اللي وصل لها المرض هو اللي بيختار المحور المناسب ليه ده مش رغبة دكتور ولا رغبة مريض المحور الأول هو العلاج الدوائي والعلاج التحفوصي اللي هو مضادات الالتهابات والمسكنات وده مش عيب في المراحل الأولى والمراحل المبكرة إن بتتخذ فترة معينة علشان تودي الالتهابات اللي حصلت نتيجة الانزلاق الغضوفي وفيه ناس بتتحسن منها وممكن يتعايشهم بالذات في المراحل المبكرة المحور الثاني هو الإجراءات التداخلية الغير جراحية حصل تداخل ولكن بدون أي فتحة خالص اللي هي زي إيه؟ زي التردد الحراري وزي الليزر وزي الحقن كل الحاجات اللي بنسمع منها ندخل نعمل حقن على جذور العصاب نعمل تردد حراري نعمل تردد حراري على مفاصل الفقرات نعمل ليزر على جدار الغضروف دي إجراءات تداخلية غير جراحية في الحالات اللي هي المبكرة التي لم تستجيب للعلاج التحفصي اللي هو العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي يبقى خلصنا المحور الأول والمحور التالي المحور التالي هو التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب أو المنصر اللي هو شرحنا قبل شوية بندخل من فتحة صغيرة بنقوم بإزالة المشكلة سواء كانت غضروف أو ضيق ضغط على العصب أو غرم ونحافظ على جميع التكوينات العمود الفقر السليمة علشان كده بيقدر يرجع على حياته الطبيعي ولنسب الأمان فيه عليه إمتى بيحتاجوا الحالة؟ بتحتاجوا الحالة في حالتين إذا كان فيه ألم شديد وخدنا العلاج التحفظي وفشلت في السيطرة على الألم وأصبح الحالة في حالة ألم أو ألم مش قادر يمارس حياته بصورة طبيعية واحد عايز يشتغل واحد عايز يروجع مش قادر يشتغل حياته بصورة طبيعية النقطة الثانية وهي أهم نقطة ما عايز الشدن مشاهدين يعرفوها تماما وده نقطة خط أحمر لو عنده أي حد مع وجود ضغط على الجهاز العصب يعرف على طول أنه يحتاج تدخل وهو الضعف سواء ضعف جزئي زي في الفقرات القطنية ما يحصل ضعف في مشت القدم ما تقدرش تمشي على تراطيف صوابعك أو مشت رجليك أو كعوب رجليك بقوة زي المعتاد أو ممكن في بعض الحال يقول لك وان لابس الشبشب وماشي ممكن يتخلع من رجلي أو بزك برجلي رجلي بتخني وأنا ماشي أو في حالات الضغط على الحبل الشوك رجلي مش شايله هو ماشي في ثقل في الحركة حاسس كأنه ماشي في رمال بتعيق عن الحركة في عدم اتزان عنده الماشي ما بقدرش يمسك الحاجات بأيديها زي زمان ده اسمه ضعف كل اللي هو ناتج عن الحبل الشوكي أخذ ده الحضرة ده ده على طول الريت فلاك ده إجري عام خطوط حمراء يبقى عارف على طول إن لو اتوجدت هذه الخطوط الحمراء وفي الأشعات في ضغط هيحتاج تدخل لإنه ممكن تبقى موجودة ويبقى في الأشعات ما فيش ضغط ممكن يكون التهاب أو حاجة زي أمراض الدي إس أو التهابات تانية وده بيتابع مع أمراض النيورولجي أو أمراض مخوط عصاب مش جرح المحور الرابع وهنا إن في حالات العمود الفقري في مشكلة في الاتزان بتاعه في شرخ في العمود الفقري أو الاتزان بتاعه ضعيف لما بنعمل أشعات اللي هي وضع ثاني وفرد بنلاقي الحركة كبيرة بين الفقرة على الفقرة في ضعف في اتزان العمود الفقري هنا أصبح دور التدخل المحدود بالميكروسكوب لوحده سواء بالميكروسكوب أو المنظار مش كفاية فلازم هنا تيجي دور الدعامة عشان تخلي العمود الفقري في حالة اتزان بالضبط لا يكونش سايب من بعض بالضبط يعني إحنا هنحط الدعامة في الحالة اللي هو فيه مشكلة في عدم اتزانه لكن الحالات اللي هو اتزانه فيها كويس يبقى من البداية إحنا هنحافظ على اتزانه ونعمل تدخل جراحي محدود فقط لكن فيه مشكلة في الاتزان وده بيجي في الأشعات أو فيه شرخ من البداية يعني شرخ يعني بداية كسر ده من البداية يبقى ده مع التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب هنحط الدعامات بالمناسبة الدعامات بقت بتتحط برضو بالتدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب زي الصور اللي معروضة في الشاشة وزي مثلا يمكن فيها البحث اللي أنا كان معروض قبل شوية كنا بنبين إن احنا بنحط الأفاس كربوني في الفقرات القطنية أو غضروف صناعي زي ما هو موجود في البحث اللي قدامنا برضو من خلال التدخل المحدود بالميكروسكوب اه ماشاء الله ده بحث عن التدخل المحدود بالميكروسكوب من خلال برضو تركيب دعمات وتركيب أفاس كربوني في الفقرات القطنية نجي للمحور الخامس وهو الجراحة الكملة ما زالت هناك حالات بتحتاجها زي ورم كبير عملت هشم في العظام مثلا في الفقرات العنقية أو الفقرات القطنية وأحان بيحتاج أن ندخل من الخلف وإحانا بنحتاج ندخل من الأمام فده برضو جراحة يبقى أصبح عندنا خمس محاور نعيدهم تاني علاج تحفظي دوائي الحاجة التانية علاج تدخلي غير جراحي خالص نمر ثلاثة تدخل محدود بالميكروسكوب أو المنظر نمر أربعة تدخل محدود ولكن أضفنا عليه الدعامة أو الغضروف الصناعي أو الأفاس الكربوني نمر خمسة الجراحة الكاملة تاني وبكرر وببروز الكلمة الاختيار ما بين هذه المحاور هو اختيار المرض وليس حسب رغبة الطبيب أو المريض طبعا أنت لما بيجي حد بيبقى هو مش سوبر ماركت أنت بتدخل تنقل اللي أنت عايزه بصد بصد أنت على حسب وضعيتك أنت وسبكه بقى من حتة تصالي عايزة أعمل كذا بصد أصلا سمعت كذا وعجبتني يعني مش م... يا ريت يعني عجبتني مثلا أنا عايزة أعمل تردد حراري وعجبتني لا أنت حالتك لازم لها تدخل جراحي كامل بالضبط بالضبط وعلشان كذا بيجي لي حالات مثلا رأيبهم عملوا عمليات وتحسنوا جدا وهو عايز يعمل بقول له أنت حالتك مش محتاجة وناس تانية العكس احنا دورنا هنا بنقيم حسب الفحص الكلينيكي اللي فحصته الحالة وحسب الأشعات في مرض هو اللي بيختار مش أنا اللي بختار ده كلام في كل شيء في كل شيء في مجال البخ والعصاب في مجال أمراض السكر في مجال أمراض الكبد في كل المجالات الطبية وحتى المجالات الغير طبية وحتى المجالات الطبية دور على المصادر ودور على الأبحاث علشان تتأكد أن الكلام اللي قدامك ده كلام حقيقي ده الطريقة اللي عايزين نلجأ بيها لما علشان نتأكد الكلام والإعلانات اللي بتطلع ده صح والغضب أسعدتني باللقاء معك سعادة كبيرة وبالغة واستفدتنا وأعتقد مشاهدين استفادت استفادة كبيرة جدا كعادتهم لأنك وضعت نقاط محددة مرسومة بدقة شديدة جدا ونقلتهم بشكل واعي ما بين تطور المزهل الحديث في عالم الميكروسكوب الخاص والمتخصص في عالم كراحات المخ والأعصاب وضحنا للناس نقاط مهمة هي الكتالوج أو المينو أو الأساليب العلاجية المختلفة عشان الناس ما حصلهاش نوع من الاضطراب اضطراب جاي من الارتباك وعدم فهمهم لفروقات ما بين الأساليب المختلفة للمتداخلات التي تعالج حسب حالة كل مريض وإنه مش المسألة قولنا جملة مهمة هوائية إن أنا بنقي الشيء اللي ييجي على هواية أو اللي أنا شايفه أشيك في التوصيف قد يكون مثلا التردد الحراري شيء بسيط جدا لكن أنا حالتي لا يناسبها بالتردد الحراري بسيط جدا لموضوع إصابته بضعف في رجليه أو ضعف في جزء من أجزاء جسمه هذا ردف لك خطير جدا وفي الغرب الكلام ده بيحصلش إلا نادرا يعني إلا في أماكن يكون فعلا السقافة فيها منحدرة وليلة جدا هنا احنا بيشوف ناس مثقفين جدا وعندهم بدأ يحصل عندهم ضعف وهم مترددين حتى في الاستشارة الطبية نورت وشرفت وأبدعت كعادتك أنا شكر لحضرتك يا دكتور عيمان وشكر أسئلتك الجميلة اللي أتمنى تكون خليتني أقدر للصورة بوضوح للسادة المشاهدة ده أنا اللي شكر أن أنت اددتنا من وقتك الله يا خمير أشكرك شكرا جدا ضيف العزيز للسادة الدكتور إيهاب محمد أيسى أستاذ جراحات المخوى الأعصاب والعمود الفقري الأستاذ بكل طبي جامعة القاهرة عضو الكونجرس الأمريكي لجراحات المخوى الأعصاب والعمود الفقري جامعة كورنيل نيويورك وجامعة كولومبيا وأريزونا وجامعة هلسينكي وواحد من المتخصصين والمتكرمين من جامعة القاهرة عن البحث العلمي الدولي في جراحات العمود الفقري والمخ الأعصاب لعام 2010 و15 و17 ضيف العزيز كان في الدكتور في واحدة من حلقاتنا المهمة جدا اللي عنوانها التخصص مهم جدا 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 والتقدم العلمي زي ما هو شيء رائع جدا لكن يستلزم هذا التقدم العلمي الرائع جدا كرف علمي أو تطور علمي عند ممارسي هذه الجراحات أو بمعنى آخر يعني المسكين هذه الجراحات زي ما بالظبط أقول في عربية حلوة جدا لازم يكون في سواق حلوة جدا عشان يعني في سوق العربية دي زي ما قلنا الميكروسكوب آه أداة رائعة جدا لكن التطور العلمي والكرف العلمي المحنى العلمي لازم يكون مواكب لهذه التكنولوجيا فما يبقاش بس يعني علم ولا تكنولوجيا ولا تكنولوجيا من غير علم الإيدين الاثنين لازم يكونوا موجودين خليكوا دايما مع الدكتور أول وصفة موثق للصداع النصفي في العالم كان في بردية البارس سنة 1200 قبل الميلاد في مصر الأديمة وفي سنة 200 قبل الميلاد وصفت كتابات مدرسة أبو قراط للطب الأورى البصرية اللي ممكن تسبق الصداع وحدوث ارتياح جزئي بعد القيء وفي القرن الثاني الميلادي يقسم إيرتايوس الصداع لثلاث أنواع وبدأ بعدها جالينوس في استخدام مصطلح نصف الرأس واللي استخدم بعده لاشتقاق اسم المرض في عدة لغات ورغم إجراء محاولات عديدة عبر السنين لعلاج الصداع النصفي إلا أن التوصل لاستعمال مادة تثبت فعليتها لم يتحقق قبل عام 1868 إلى أن توالت الأبحاث والدراسات في القرن العشرين وتعددت الوسائل الفعالة لعلاج الصداع النصفي أهلا بكم النهاردة يوم مهم جداً وحلقة شديدة الأهمية مع ضيف من أصحاب المقام الرفيع والموضوع مهم قوي الموضوع بتاع الصداع أو الصداع النصفي لأنه ده عنواننا موضوع شديد الأهمية وأنا شايف أنه شديد الصعوبة كمان ليه شديد الأهمية وشديد الصعوبة؟ لأنه إحنا نتكلم عن الصداع النصفي وهو واحد من أنواع الصداع الهدك الصعوبة تكمن في التشخيص أولاً لأنه في أنواع كثيرة من الصداع الصداع النصفي ده واحد من أنواع الصداع في أنواع تانية في صداع نتيجة ضغط الدم العالي في صداع نتيجة ارتفاع ضغط المخ في صداع نتيجة وجود ورم في المخ في صداع نتيجة تراكشن عضلات بتشد أو إجهاد أو صداع نفسي كل دي أنواع من الصداع صداع بسبب الجيوب الأنفية كل دي أنواع ولذلك الصداع تشخيصه صعب عايز مهارة ودقة شديدة ورؤية والكوميديا أو بمعنى أصح يا التراجيديا بقى إنه ممكن إنسان يكون عنده نوعين من الصداع عنده جيوب أنفية وعنده صداع نسوي عنده ضغط بيعمل له صداع وعنده صداع نسوي لقدر الله يجيل ورم في الغدن وخميئة أو ورم في المخ وعنده صداع نسوي فهيجيله صداع فوق الصداع الله إزاي ميز ده سؤال مهم أوي إنهم كثير في العالم عندهم صداع نسوي صداع نسوي ده يا جماعة يعني أقول لكم إيه مأساة لكل من يعيشه بيوقف حياتك وهتقول لي طب ماشي نلعبر الرياضة أنا أقول لك إن فيه رياضيين عندهم صداع نسوي وبيجيلهم الصداع ساعة ساعة المباراة يعني يجيلهم القتاك لإن الصداع نسوي بيجي في قتاك في هجمات فممكن يجيله ساعة المباراة سيرينيا ويليامس أشهر مشهورة في عالم التنس عندها صداع نسوي وفيه مرة جالها فيه مباراة يورينج المطشو أثناء المطشو بين أفلك نجم نجوم السينما الأمريكية عنده صداع نسوي ومخرج وممثل وهو نفسه كتب على الصداع نسوي وقال عليه كلام كتير وناس كتير تانيين يعني فيه مشاهير كتير بيتكلموا عن الصداع نسوي ولهم يعني فيه حتى أقول لكم إيه هتلاقي بتوع الصداع نسوي كده لهم مقالات يتكلموا فيها عنه موضوع مهم جدا لكن فيها سئلة كتيرة هتدور النهاردة بحلقة مسيرة ومهمة جدا عن واحد من أشهر الأمراض وأكثرها تأثيرا نفسيا سلبيا وهفكر كمان أنا عايزة أعرف فعلا هل له مضاعفات عضوية يعني اللي عندها أو اللي عنده صداع نصفي ده هيعيش يتألم بس ولا مثلا فيه الدراسات بتقول أنه أكثر قبلية للسكتات الدماغية أنا مش عايزة أخوف الناس صداع نصفي أكثر قبلية لمشاكل تانية ولا هو مجرد جزيرة منعزلة في عالم الأمراض تعالوا نرحب ضيف العزيز واحد من نجوم عالم المخوى الأحصاب اسم قدير وسعيد جدا بيقبوله دعوتنا النهاردة النهاردة حوار زي ما قلت لكم انتراز يعني يقترب من العالمية لم يصل العالمية مع الاسم القدير الأستاذ الدكتور عمر حسن الحسني استشاري وأستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية طب جامعة القاهرة عضو الجامعية العالمية للصداع وزميل المجلس الأوروبي للأعصاب الاسم الأكاديمي الكبير أهلا بيك دكتور عمر أهلا وسهلا دكتور عين من أور الدكتور ده بنور حضرتك سعيد بهذه الزيارة جدا 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 أنا سعيد جدا بمقابلة حضرتك وسعيد بالموضوع الجميل اللي حضرتك النهاردة بتطرحه لا أنت اللي بتطرحه هابدأ الأول بسؤال كلاسيكي جدا إيه هو الصداع النصفي عايزين نفهمه هل أنا أصبت عندما قلت أنه الصداع النصفي صعب تشخيصه من البداية لأنه جزء من منظومة كبيرة اسمها الصداع من منظومة الهيدك عموما طيب خلينا نبدأ بسؤال حضرتك إيه هو الصداع النصفي خلينا لأول نقول إيه هو الصداع الصداع معناه ألم بالرأس يعني أي ألم في المنطقة دي هو اسمه صداع الصداع النصفي باللغة العربية اسمه صداع الشقيقة وده ناتج من أنه هو بيجي في شق الدماغ الدول العربية ما بيقولوش عليه الصداع النصفي بيقولو عليه الشقيقة الصداع النصفي هو صداع بيجي في نص الدماغ وأحيانا في كامل وعموم الرأس يعني ممكن عن ناحيتين ومع ذلك أسميه صداع نصفي صداع نصفي هو صداع نابض يعني لازم المريض يجي يقول لي أنا بحس بشوكيش بنأح بدأ في أحد جانباي الرأس أو على الناحيتين الصداع غالبا بيبقى معاه غمامان نفس من للقيق الصوت يدايقني النور يدايقني أحس أن أنا عايز أبعد عن الناس عايز أعود فوق ده ظلمة عايز أعود لوحدي مش قادر أن أنا أسمع صوت عايز هدوء تام ونام لحد ما نوبة الصداع تنتهي يزيد لو عملت مجهود يعني لو أنا عندي الصداع وقررت أروح أطلع سلم ونلمشي شوية الصداع يزيد جدا ويزيد كمان في أوقات معينة بتريجرز معينة نسميها محفزات الصداع النصفي يعني التعرض للتوتر القلق العصبية الانفعال التفكير التركيز السيدات دورة شهرية من العوامل المهمة جدا في حدوث الصداع لأنها بتتأثر نوبات الصداع بالعوامل الهرمونية والتغيرات الهرمونية عند السيدات الجوع مشهور جدا في رمضان رمضان ده بالنسبة لنا احنا كده كثرة مخ وعصاب موسم الصداع موسم الصداع ليه لأنه أولا بيبقى فيه صيام ثانيا بيبقى فيه انقطاع مفاجئ عن الكافيين اللي احنا عمالين نشربه طول اليوم ثالثا الناس المدخنين انقطاع مفاجئ عن التدخين رابعا بعض الأكلات الصداع النصفي بيحفز وبيزيد مع بعض الأكلات الشوكولاتة الحاجات اللي فيها مواد حفظة الغريب بقى الحاجات اللي نسميها تايرامين كونتينينج فود يعني الأطعام المحتوية على التايرامين زي الجبنة القديمة مثلا الزبادي أي جبنة تحتوي على التايرامين جبنة البيضة عموما الجبنة القديمة والجبنة الريكفور الجبنة السويسري فيها أكتر نزل الفول الزبادي وعشان كده السحور بقى أكل السحور وعشان كده زي ما بقول لحضرتك رمضان هو موسم الصداع النصفي التعرض للشمس التعرض للحر كل ده محفزات تؤدي لحدوث نوبات الصداع النصفي وراسي الصداع النصفي فيه جانب كتير وراسي وعشان كده نلاقي عائلات مصدعة نلاقي الأب والأم وتلاقي الأولاد العائلة كلها مصدعة كلهم ربطين دماغ ده أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أنه الرضيع ممكن يجيله صداع نصفي ولكن الرضيع بيجيله صداع نصفي في شكل كوليك يعني مغس أحد الأسباب اللي ممكن لا يلتفت لها حد أنه ممكن الصداع في الأطفال الرضع يجي بشكل بكاء شديد جدا نتيجة كوليك أو مغس إزاي أعرف أن أنا عندي صداع بنصفي وليس صداع آخر وهو في مجموعة من الصداع يعني من الهيدكس عايز أقول لحضرتك أن التصنيف العالمي للصداع بيشمل أكتر من 80 نوع من الصداع الناس فاكرة أن الصداع ورعا قرص مسكن هروح أكدو من الصيدلية والمشكلة انتهت على كده الصداع أنواع كتير جدا عشان أميز ما بينها أنا مش هقدر أعمل ده غير لو رحت لدكتور مخو عصاب دكتور مخو العصاب هيسمع الشكوى الصداع لابد فيه من سماع ضقيق للشكوى أنا بقعد تقريبا تلت ساعة في العيادة باخد تفاصيل حدوث الصداع بيحصل بمعدل قد إيه بيجي على أنه ناحية شكله عامل إزاي معغم ما النفس ترجيع من اللي لقيه الصوت يدايقني النور يدايقني قبله بتحس بأي إحساس غريب بتشرب مياه كتير قبلها بتحس أن أنت عندك شوجر كريف عايز تاكل سكريات لازم أسأل على كل حاجة الحد ما أقدر أقول أن النوع ده من الصداع هو صداع الشقيقة ليس مثلا الصداع التوتري اللي هو بيبقى حزام محز من راس ليس مثلا الصداع العنقودي اللي بيحس النسيخ داخل جوه عناي وبيبقى صداع الانتحار ده صداع الانتحار فعلا بيبقى أكتر في الرجالة بيبقى أكتر في الرجالة بالزبط كده الخطوة الثانية ممكن أحتاج في بعض المرضى لو أنا مش متأكد قوي أن ده صداع الشقيقة أن أنا أعمل أشعة رانين مغناطيس على المخ خاصة لو أنا شكيت أن ممكن يكون صداع ثانوي ودي نقطة مهمة جدا أن إحنا عندنا نوع من الصداع اسمه الصداع الأولي ونوع آخر اسمه الصداع الثانوي النوع الأولي هو نوع ما فيش سبب سببه يعني إحنا لما بنعمل أشعة المرضى صداع النصفي ما بنلاقيش أي حاجة في الأشعة ما بنلاقيش أي حاجة في التحاليل المريض يستعجب يقول ما لأنا بيجيلي الكلام ده كله من إيه لما أنا أشعاتي سليمة وتحاليلي سليمة كل حاجة سليمة ومصدع كل يوم الصداع ده جالي من إيه الصداع جيه بسبب مشاكل في الدورة الدموية الدماغية والمشاكل دي حصلت نتيجة حساسية في الأوعية الدموية الدماغية الأوعية الدماغية الدماغية بتاعتي عندها حساسية تجاه محافزات معينة اللي احنا قلنا عليها الحر الجوع التوتر القلق تبدأ الأوعية الدموية الدماغية دي يحصل لها اتساع انقباض الأول ثم اتساع فجائي التغير اللي حصل في الشريان ده حاجة ممكن عاملة زي الأنبوبة كده ممكن تتفتح وتتقفل فبالتالي الأول بيدي وبعد كده يبدأ يتسع مع اتساعه يبدأ ينبض فنحس من الصداع عبارة عن دقة أو نبضه عشان كده بنسميه الصداع النبض الأوعية الدموية الدماغية دي بتتأثر بمؤثرات كتيرة جدا مواد كيميائية المواد الكيميائية دي أشهرها على الإطلاق دلوقتي مادة اسمها مادة السي جي أر بي ودي المادة اللي اكتشفوا ان هي اللي بتوصل النبضات بتاعت الألم هي اللي بتوصل إشارات الألم وعشان كده الفتح الجديد اللي في عالم علاج الصداع النصفي دلوقتي هو استحداث أدوية للسيطرة على مادة السي جي أر بي أنت اللي بتوصل النبض بتاع الألم طب والله اللي احنا قفلين عليك طب نقفل عليها ازاي نقفل عليها بمجموعة من الأدوية هي صيحة جديدة دلوقتي في عالم علاج الصداع النصفي عايزة أقول لحضرتك لحد 3-4 سنين فاتوا كنا دايما رشدة المريض بتاع الصداع النصفي دايما رشدة بتبقى محيرة محيرة للمريض ومحيرة للصيدالي وأحيانا لبعض الدكاترة فيها أدوية صرع فيها أدوية صرع أدوية ضغط أدوية اكتئاب أدوية منظمة لضربات القلب أبضب المريض يستغرب بعد يقول له انت عدك القلب بعدك ضغط أبضب فالصيدالي يستغرب والمريض يستغرب والدكتور ليه كاتب لي الحاجات دي وأنا ما عنديش الحاجات دي أصلا ليه كاتب لي الكلام دا لأنه ما كانش فيه عندنا أدوية مخصصة يعني البنفلت بتاعتها النشرة الداخلية بتاعتها مكتوب فيها للوقاية وعلاج نوبات صدع النصفي ما كانش فيه الكلام ده دلوقتي بقى فيه الكلام ده متاح بقى عندنا وسيلة علاجية مخصصة لعلاج الصدع النصفي زي المواد المستخدمة للسيطرة على مادة السي جي أربي فيه منها أشكال متعددة فيه منها حقا بتتاخد مرة كل شهر تحت الجلد فيه حقا بتتاخد مرة كل ثلاث شهور فيه كمان منها أقراص ده الحاجة الجديدة بقى الأقراص دي بتستخدم للوقاية من نوبات الصدع النصفي وكمان لعلاج النوبة وقت حدوثها لأن استراتيجية العلاج في الصدع النصفي بتشمل ثلاث محاور بالتوازي المحور الأول هو منع حدوث المحفزات انت لما بتجوع بتصدع يبقى لازم تاكل كويس ما تفوتش يوجبة لما بتتعرض للحر بتصدع يبقى لازم تقعد في التكييف ما تتعرضش للحر التوتر الحاجات اللي أعرف سيطر عليها في حاجات ما نعرفش نسيطر عليها العلاج هتبقى قليلة جدا رقم ثلاثة هو العلاج الوقائي دايماً المريد يقول لي يا دكتور أنا مش عايز مسكن أنا عايز علاج العلاج بقى هو رقم ثلاثة إن أنا مهما خدت في المسكنات المسكن ممكن يسكن دلوقتي ولكن مش هيمنع النوبة الجاية إنها تيجي يعني لو الصدع ناوي يجيلي كمان ساعتين هيجيلي لو ناوي يجيلي تاني يوم هيجيلي لكن لما ياخد علاج وقائي هو علاج للوقاية من حدوث نوبات الصدع النصفي العلاج ده بيمنع إن الصدع يحصل الأدوية المستخدمة للوقاية من نوبات الصدع النصفي هي الأدوية اللي قلت لحضرتك عليها بنبدأها الأول بالأدوية المعتادة اللي هي القديمة واللي الحقيقة مشاكلها كتير يعني دوا منهم بيوقع الشعر دوا بيزود الوزن دوا بيأثر على التركيز دوا بيضعف الحالة الجنسية وبالتالي ليها مشاكلها وعشان كده المريض ما كانش بيستحملها ما كانش بيقدر يكمل فيها فترات طويلة مع الصيحة الجديدة وظهور الأدوية الجديدة اللي بتسيطر على مادة السي جي أر بي سواء اللي بتتاخد بحقا شهرية أو اللي بتتاخد أقراص عن طريق الفم دلوقتي ده الأحدث بقى إن بقى فيه أقراص عن طريق الفم لمادة السي جي أر بي دي الأقراص دي تقريبا بدون مشاكل يعني نقدر نقول الأعراض الجنبية بتاعتها لا شيء والأجمل إنها مخصصة لمريض الصدع النصري مش بتاع الضغط ولا قلب ولا سكر ولا حاجات تانية ملاهاش علاقة بنعالج بيها مرضى الصدع النصري عندي بقى قصة بس قبل ما ندخل للقصة دي عايزة ننبه الناس لنقطة مهمة أوي لإننا حتى لسه قريب شايفها اللي بيعالج صدع النصري واللي بيشخصهم أسازة المخ والأعصاب الباطنية فيه لخبطة عند الناس ما بين تخصص المخ والأعصاب الباطني وتخصص المخ والأعصاب الجراحي دي يعني خنائة قديمة جدا هي مش خنائة هي لخبطة عند الناس أيوما هي إحنا بنعد نوضح كتير قوي أنه فيه فرق بين تخصصين تخصص أمراض المخ والأعصاب وتخصص جراحة المخ والأعصاب أمراض المخ والأعصاب هو المعني بالتشخيص وعلاج الصدع والصدع النصري تحديدا وكل أنواع الصدع والصدع والصرع والجلطات والأمأس والتهافات للأعصاب وألام العصاب وأمراض الزاكرة كل ده الجراحة هو جراح يعني مشرة يعني قضة عمليات هيتطل يعمل ورم بالضبط كده فالدكتور المعني بتشخيص الصدع هو دكتور أمراض المخ والأعصاب أنا حبيت أن أبه بس الناس اللي حتة دي عشان الناس بفهمة عشان لازم نشوف لها حل لازم نشوف لها حل لأنه الكل يكتب استشاري أو استاذ المخ والأعصاب لازم نفرق بين الاتنين بين الجراحة وبين البطنال السؤال بتاعي بقى العوامل عايزين نأكد عليها المراحل بتاعت الصدع النصفي مين الأكثر عرضة للصدع النصفي ثلاثة السئلة بسؤال الأكثر عرضة للصدع النصفي هم السيدات السيدات للأسف عنش يسمحونا بس هم الأكثر عرضة بنسبة تلاتة الواحد يعني تلاتة الواحد بمعنى أنه كل ثلاثة ستات فيه رجل واحد عنده صدع النصفي بس احنا خدنا نصبنا في العنقودي العنقودي بنسبة تسعة إلى واحد يعني قصاد كل تسعة رجالة عندهم العنقودي العنقودي دي بتاع الانتحار قصاد قوم ستة واحدة فهي يعني العملية بتشيل بعض دول الأكثر عرضة مراحل الصدع النصفي بيبدأ الأول الصدع النصفي بالإرهاصات إرهاصات دي يعني المقدمات يعني مريض يحس كده أن النهاردة أنا شكلي هصدع يوم يجي النهاردة مش حلو قبل الصدع بوقت قليل جدا تحصل الأورة الأورة اللي هي مقدمة الصدع ممكن المريض يشوف حاجات بتنور وتدفي قدام عينيه زغلالة شايف الصورة بتكبر الصورة بتصغر فيه زجزاج قدام عينيه حاجة بصرية ظاهرة بصرية غير طبيعية ثم يبدأ الصدع الصدع زي ما قلنا بيبقى صدع نابض يستمر من أربع ساعات إلى 72 ساعة 72 ساعة يعني ثلاثة يام يعني المريض ينام ويقوم ونوبة الصدع شغالة إلى أن تنتهي نوبة الصدع تنتهي بقى تلقائيا تنتهي بأن أنا أعمال أخد في أدوية مسكينة لحد ما النوبة تنتهي إلى أن تنتهي نوبة الصدع ثم يبدأ بعد كده مرحلة ما بعد الصدع بعد الصدع اللي هو المريض يقول أنا خلاص ما عندش فيه ألم بس أنا لسه ما رجعتش لطبيعتي لحد ما تنتهي فترة ما بعد الصدع ويبدأ خلاص يبقى الأمور ترجع طبيعي فهي تقريبا أربع مراحل إرهاصات ثم مقدمة ثم نوبة الصدع ثم ما بعد الصدع إذن نشخصه بقى نشخصه كمان فيها نقطة مهمة لأنه ممكن أو يكون اللي عند المريض ده صدع خطير صدع الأورام مثلا صحيح أنا دايما لما أسمع المريض لازم أسمع تاريخ المرضي بدقة وبيبقى عندي عوامل إنذار عوامل إنذار تقولي إن الصدع ده شكله ما هوش صدع أولي صدع أولي يعني ما فيش سبب لي يعني ما تعمل كل الفحوصات مش هتلاقي حاجة لكن ممكن يبقى صدع ثانوي الصدع الثانوي لابد لي من إجراء أشاعات وتحليل وفحوصات كتير جدا الظاهر دي ثانوي يعني له سبب له سبب آه ثانوي يعني فيه حاجة له سبب ندور على سببها ضغط بقى عالي جوب أمفية وورم بتبقى عندي علامات منذرة العلامات المنذرة تقولي خلي بالك الموضوع ده مش مش سهل كده ما تفوتوش ما تكتبلوش مسكن وخلاص على كده لا لابد لي من فحوصات أعرفها إزاي لو مثلا لقيت حاجة في الفحص مش طبيعية بنضرب بالمطرقة كده اللي هي الهمر اللي احنا بنضرب بيها دي لقينا الشكل مش طبيعي فيه حاجة مش طبيعية بس أنا في قاع العين لقينا فيه ارتشاع على العصب البصري مرضي في حدوث اضطرابات مثلا في الكهربية المخ بيجي له نوبات صرع أو نوبات تشنج لا الحاجات دي كلها تلفت نظري إن أنا لازم أفحص المريض ده كويس لازم أدرسه لأنه الصداع ليس عرض كده لأنه فيه ناس كتير من المرضى صديقهم في حالة الصداع هو صيدة لي وده خطأ رهيب ده خطأ كبير عايز أقول لحضرتك إن فيه دلوقتي نوع جديد من الصداع اسمه ميديكيشن أوبريوس هادك اختصاره M.O.H يعني المريض اللي من كتر مخد مسكنات حصل له نوع جديد حضرتك في المقدمة قلت المريض ممكن يبقى عنده نوعين من الصداع الأشهر إنه هو يبقى عنده مثلا صداع شقيقة أو صداع نصفي ومن كتر بلبعت المسكنات على الفضل والمليان حصل له نوع تاني من الصداع اسمه ميديكيشن أوبريوس هادك يعني صداع المسكنات يعني أنا بياخد المسكن فيصدعني يصدعني أكتر بدل ما يسكن لي وبالتالي بقى عندي نوعين من الصداع وعشان أخرج منهم لا ده أنت لازم الأول تعالج صداع المسكنات امنع مسكنات خالص رجعنا الأول بنوع صداع واحد عشان نعرف نتعامل شيل الزيادة اللي جاي فوق البيعة ده وخلينا مع البيعة الأساسية اللي هي صداع النصفي وبالتالي نوضع أن أنا أروح للصداع لي وأخد مسكنات من غير ما أروح للدكتور المختص ده خطر كبير جدا لأنه بيضاعف الصداع عندي وبيكتر من حدوث النوبات طيب هل إهمال التعامل مع الصداع لو أدي إلى مشاكل طبية أخطر؟ يعني هل الصداع في حد ذاته يعتبر مشكلة طبية خطيرة؟ الحقيقة إحنا بنسمي الصداع النصفي تحديدا مش مجرد صداع هو مرض مرض الناس مش متخيلة فاكرة من الصداع ظاهرة عادية مرض الصداع النصفي لقوا فيهم بعض الخصائص لقوا أن المرضى دول هم أكثر حساسية للألم لقوا أن هم عندهم ألم في جسمهم جسمهم مش فدمهم بس جسمهم أكثر من غيرهم هتلاقي عندهم ألم في الظهر وألم في العمود الفقري وألم في الرجبتين وألم في الرقبة وألم في الأكتاف هم مرضى عندهم الحساسية للألم أكتر بكتير من غيرهم رقم اتنين اللي بيتغير في الأوعية الدموية من اتساع فجائي وانقباط فجائي ده بيخليهم عرضة لقدر الله لحدوث جلطات وبالتالي الارتباط الصداع النصفي بأمراض تانية أمر وارد سواء فيه أمراض المخ أو أمراض القلب أو ألام في الجسم وبالتالي هو منظومة كاملة على بعض إهمالها وسيؤدي إلى مضاعفات وسيؤدي إلى تكرار الصداع تكرار الصداع ده بيبوز حياتي أنا عايز أقول لحضرتك إن سبع العالم عنده صداع نصفي يعني في آخر إحصائية واحد من كل سبع أشخاص في العالم عندهم صداع نصفي بمعنى إن إحنا عندنا مليار شخص حوالي العالم في صداع نصفي مصر فيها حوالي سبعتاشر مليون شخص عنده صداع نصفي ده إحنا من أكتر الدول اللي فيها صداع نصفي في المنطقة العربية كلها ده يخلينا أقول طبعاً اللي عنده صداع نصفي ده بأثر على الدخل القومي بالنسبة لأي بلد يعني ما نقول لعدد الكبير ده لأنه هذا الإنسان اللي عنده صداع نصفي ما بيشتغلش بيكامل تركيزه ولا بيكامل تفاقته صحيح في أي موظيفة صحيح إحنا حضرتكة صداع نصفي المرضى اللي عندهم صداع نصفي اليوم اللي هيجيله فيه الصداع هو ده بعض المرضى لما بيجيله نوبة الصداع يلف ويرجع تاني على البيت النهاردة اليوم قفل خلاص أنا مش هقدر أشتغل هيبقى وجودي زي عدمه لا أروح أنام في البيت أفضل لإني غالباً أنا مش هبقى موجود أصلاً في الشغل المانجمنت بتاع الحالة خطة العلاجية بنرسمها الخطة العلاجية هنا بنرسمها أول حاجة إن إحنا نتأكد أن ده صداع نصفي خلاص استبعدنا صداع التوتري صداع العنقودي صداع الثانوي اللي ممكن يحصل نتيجة أسباب معينة رقم اتنين إن أنا أقعد مع المريض أسمع أعرف منه إيه اللي بيجيب له الصداع الصداع ده جاء بيجي لك من إيه بيجي لك نتيجة قلق توطر عصبياً فعال تعرض للجوع تعرض للحر كفايين زيادة التدخين التدخين من العوامل اللي بتزود إيه اللي تشرب المياه ناس كتير قوي بتنسى تشرب المياه فيه فاكتور لسه كمان مخيفة أنا هقول لك طالما أنت قلت الكفايين الأدوية بتاعة التخسيس أدوية التخسيس من عوامل خطيرة جداً لأنه كتير من أدوية التخسيس فيها كفايين صحيح الكفايين الكفايين أحياناً بيبقى عدو أحياناً بيبقى حبيب يعني بكميات قليلة بعض الناس يقولك ده ندمغي ما بتزبطش من الصداع غير بشوية الكفايين ده صحيح لأنه بكميات قليلة هو ممكن يحسن لكن إحنا عادة بنستهلك كميات أكبر من المطلوب وبالتالي هو بيتحول إلى عدو وبيتحول إلى سبب من أسباب حدوث الصداع رقم اتنين علاج مسكن وقت حدوث النوبة والعلاج المسكن وقت حدوث النوبة عشان يجيب نتيجة لازم أخده في بداية الشعور بالصداع أول ما أحس ببداية الصداع ما استناش لما الصداع يشد رقم تلاتة العلاج الوقائي وده زي ما اتفقنا عندنا فيه أدوية كتير جداً أهمها وأشهرها هو مادة الـ CGRP الأدوية اللي بتشتغل على مادة الـ CGRP سواء حقاً أو حديثاً كمان بقى فيه أقراص بتشتغل على المادة دي بتمنع حدوث النبضات النبضات الألم اللي بتوصل للمخ لأنها كلها بتبقى شغالة عن طريق مادة الـ CGRP فإحنا بنقفل عليها نقفل المصار ده خالص فخلاص المخ كده بينسى الألم ده خلينا أقول أنه الصداع النصفي ينبغي أن يكون العلاج بي أو فيه قرب كبير بين المريض الصداع النصفي وبين دكتور المخ والأحصاب باستمرار أكيد أنا بقايم المريض إزاي في المتابعات يعني المريض خلاص خدر رشد راح وهقول له تعالى لي في الاستشارة إيه اللي المفروض هو يعمله لحد ما يجيلي وإيه اللي المفروض أنا أعمله لما يجيلي في الاستشارة لازم بديله وهو ماشي حاجة اسمها هيدك دياري أو مفكرة أو مذكرة الصداع يوميات الصداع لازم يكتب لي الصداع حصل كم مرة لما يجيلي مش هيقول لي أنا زي ما أنا أنا تحسنت شوية لا ما فيش كلام عام كده لازم رقم يقول لي أنا في الشهر اللي فات ده الصداع حصل عشر مرات طب أنت لما جيت لي أول مرة كان بيحصل لا كان معايا طول الشهر إذن أنا كان تحول من هو بيجيلي 30 مرة في الشهر لعشر مرات في الشهر يبقى إحنا تحسننا التلتين تحسننا بنسبة 65% تقريبا دي الحزبة اللي أنا بحسبها لازم المريض يبقى عارف أن عوامل التحسن مش بس أن عدد أيام الصداع يقل لا عدد أيام الصداع يقل شدة الصداع تقل حدة الصداع تقل مدة الصداع تقل فاعلية الأدوية المسكنة تزيد بمعنى أنه مريض يقول لي على فكرة أنا تحسنت قوي طب تحسنت إزاي أنا بقيت كويس قوي إزاي طب الصداع بيجيلك هذا لسه بيجيلي بيجيلك قد إيه كل يوم إما لتحسنت إزاي لا 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 بقى بيجيلي بس بقيت أقدر عليه أعرف أشتغل هو موجود خفيف بسيط سهل أخذ المسكن الأول ما كانش بيجيب نتيجة دلوقتي المسكن بقى مجرد ما أخذ المسكن الصداع يروح وأقدر أكمل يومي دي عوامل تحسن بالنسبة لي أنا مهمة أقدر أقول أن المريض ده تحسن على الرغم أن عدد مرات حدوث الصداع ممكن يكون مدهيار طيب الـSGRP Antagonist صحيح كده؟ صحيح دول مناسبين ليه؟ فترة طويلة ممكن شاب عنده عشرين سنة يبدأ عند صداع نصف ياخد هذه النواية من الأدوية الحديثة For Long Duration يكامل عليها؟ المدة المتعرف عليها حاليا هي من ست شهور لسنة ممكن ست شهور ممكن سنة بس ممكن أكتر من كده خاصة إذا استفاد المريض منها بشكل كبير جدا قالك ده نحياتي تغيرت أنا ممكن أكمل عليها ممكن بعد سنة ولكن أنا ممكن بعد سنة أديره فرصة في أنه أسحبها وأشوف الوضع من غيرها أعمل إزاي إذا الأمور مشيت من غيرها كويس أنا ممكن أكمل من غيرها فترة لكن إذا رجع المريض بعد سحب الأدوية دي يرجع يصدع تاني يبقى أنا لازم أرجع لها تاني لازم نعرف أن الصدع النصفي هو مرض مزمن الناس كتير بتسألنا أنا إمتى خلاص هنتهي تماما من الصدع الصدع هو مرض مزمن طول الوقت هفضل في الصراع معاه وحاجة شبهة ضغط والسكر أنا طول الوقت هبقى محتاج أدوية عشان تزبطني ولكن مش طول الوقت هفضل مصدع كلمة صدع مزمن مش معناها أن أنا طول الوقت هبقى مصدع معناها أن أنا طول الوقت هبقى محتاج متابعة عشان أسيطر على النوع ده من الصداع زي ما بسيطر على الضغط زي ما بسيطر على السكر زي ما بسيطر على نسبة الكوليستيرول في الدم لازم أسيطر على الصداع السيطرة دي بالأدوية الوقائية اللي بتمنع حدوث الصداع الأدوية الحديثة CGRP CGRP مناسبة للمرأة عندما تدخل مرحلة الحمل لا ينصح بيها أثناء الحمل حتى الآن قد ينصح بيها أثناء الرضاع قد ينصح بيها أثناء الرضاع ولكن لا ينصح بيها أثناء الحمل مناسبة لمرضى المشاكل الكلوية اللي عندهم اتعابات كلوية وسكر قد تناسب الفئة دي من المرضى ما عندناش مشكلة فيهم ممكن ياخدوا الفئة دي من الأدوية بدون مشاكل ولكن بالنسبة للسيدة الحامل لا يناسبها الأدوية دي سواء اللي عن طريق الفم اللي بتاعت CGRP لا يناسبها اللي عن طريق الفم ولا يناسبها اللي عن طريق الحقن ولكن الأدوية اللي هي عن طريق الحقن ممكن أن هي تتاخد خلال فترة الرضاعة لأنها ما بتنزلش في لبا للأم الحاملة عموماً لمريضات الصداع النسفي يزيد الصداع النسفي مع الحاملة أم يقل؟ هقول لحضرتك حاجة السيدات عندهم دايماً هرمون مشهور جداً كلهم عارفينه اسمه الاستروجين هرمون الاستروجين هو بيقي من الصداع فبالتالي هما في حماية من الصداع هتقول لي طب دمال الزايد لما احنا في حماية من الصداع كل شوية بنصدع ده أنت لسه قايل ده احنا ثلاثة الواحد وصد كل ثلاث سجتات راجل واحد عنده صداع لأنه الصداع بيزيد احتمالية حدوثه لما يحصل تغير في مستوى الاستروجين وهي كل شهر عشان تنزل الدورة الشهرية مستوى الاستروجين بينزل في اللحظة اللي الاستروجين فيها بينزل بيبتدي الصداع يظهر ولذلك عندنا سيدات الصداع ما بيحصلش غير مع الدورة الشهرية بعضهم بيزيد حوالين الدورة الشهرية يعني موجود طول الشهر بس أثناء الدورة الشهرية زيد بعضهم ما بيحصلش أصلا طول الشهر يحصل فقط وقت الدورة الشهرية دول بيتأثروا بالاستروجين طب الاستروجين ده أثناء الحمل بيحصل له ايه؟ بيزيد والبروجستيرون بيزيد وبالتالي الحمل فرصة جيدة لمريضات الصداع النصفي إن هم فعلاً بيتحسنوا ولكن بيبقى عندي فاكتور تاني بقى عامل تاني إن أنا كنت ممشيها على علاج وقائي طول ما هي ما كانتش حامل أول ما حملت رحت وقفته فده ممكن يعمل حاجة اسمها rebound أو رجوع للصداع لفترة ولكن الكلام ده ممكن يحصل في أول شهر أو اثنين من الحمل بعد كده الدنيا بتتضبط بفعل الاستروجين والبروجسترون اللي مستوهم زاد وبالتاني ما نتخضش لو الصداع زاد في أول الحمل لأنه ممكن بعد كده يبتدي يتحسن نيجي للمرحلة التالتة بقى عند أي سيدة مرحلة انقطاع الطمث مرحلة يعلى يعلى يبدأ الاستروجين ينزل زي ما اتفقنا إن الاستروجين لما هينزل هيبدأ الصداع يحصل لحد ما يوصل لمستوى متدني قوي الاستروجين يبقى قليل قوي ساعة الصداع يروح وعشان كده السيدات بعد انقطاع الطمث الصداع يروح بس بيزيد إمتى في الفترة أول ما ينزل الفترة لأنه مش بينزل مرة واحدة إحنا عارفين الست لما بتبتدي الدورة تقطع من عندها مش بتقطع مرة واحدة بتبدأ الفترة من لخبطة اللخبطة دي معناها إن هرومون الاستروجين طالع نازل الاستروجين ما ينفعش ويطلع ينزل يعالي طول الوقت ده حامي من الصداع يحمي من الصداع يا قليل طول الوقت خلاص أنا هنسيته فمش هصدع لكن إنك لو تنزل اللخبطة دي لا ما يتنفعش بالظبط الدستوربنس ده هو اللي يعمل الصداع مهم جدا يا جماعة مهم جدا إن انتوا ما تعتمدوش على إن أنا مع نفسي كده أدور أخذ مسكن طالما عانت تضع لو دخلتوا العناية المركزة عندنا أو في أي مكان في مصر أو في العالم بس العالم لا في مصر أكتر هتلاقوا نسبة كبيرة للي عندهم فشل الكلوي بسبب أخذ المسكنات بتونقشرف طول صحيح نسبة كبيرة جدا في العالم بره تلاقي مثلا إنه فشل الكلوي بيجي نتيجة ضغط الدم العالي مثلا إحنا هنا في مصر للأسف نتيجة الماليوز لإستخدام السيئة لمسكنات الألم بدون إشراف طبي أنت لوارت يا دكتور عمرو أسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا أنا أسعدت جدا بالحوار مع حضرتك وأتمنى يكون السادة المشاهدين استفادوا من الحلقة استفادوا أكيد أكيد حلقة مرجعية مهمة جدا مع واحد من الأسماء القديرة في عالم المخ والأعصاب الباطني وده شيء مهم وأكرره صحيح ضيف العزيزة القيمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور عمرو حسن الحسني استشاري وأستاذ المخ والأعصاب بكلية طبي جماعة القيرة عضو جماعية العالمية للصداع وزمين المجلس الأوروبي للأعصاب الاسم القدير كان ضيفي في واحدة من حلقتنا الهمة جدا يبقى الصداع النصفي واحد من المآسي ومن الأدبيات الطبية دايما ترى كثيرين يكتبون عن هذا الصداع النصفي بشكل أدبي مشير للغاية يحكي فيه من يعاني هذا المرض مأساته ومعاناته مع هذه الحالة المرضية المخيفة المزعجة التي تمر أو يمر فيها المريض بنوبات أو بقصة مشيرة تبدأ بإرحاصات وتنتهي بحالة صداع ثم فترة بيسموها فترة يعني الهدوء وتعود العاصفة مرة أخرى يستطيع الأديب أن يكتب ببراعة شديدة هذه الصطور ولكن حياته ما بين هذه الصطور بتكون حياة شقة للغاية أرجوكم ارحموا وراعوا وكونوا عونا لمرض الصداع لازم يحسوا بنوقفتكم معهم خليكوا دايما مع الدكتور أهلا بكم إحنا كلنا بنتفرج على فيلم رعب أنا من المحب يا فيلم الرعب وإنتوا تخيلوا أنه إنتوا بتفرجوا على فيلم رعب فيلم الرعب اللي ممكن ما يصهركش الليل ويبقى موزع جدا بالنسبة لك هيعمل لك رعب كم مرة في خلال ساعتين مثلا مرتين ثلاثة عشر أنت حتى لما لقدر الله في ليلة نمت في بيت واتقال لك قبل ما تنام في البيت ده رحت مكانت عزمت في مكان قال لك البيت ده مسكون يا عم دفيعة فريد تمام هتترعب بس اللي أنا هحكولكو ده ده واحد ترعب مئة مرة في ليلة ومش في ليلة واحدة ما اعتقدش في أكتر من ليلة قصة مهمة جدا اللي كادريك بارت كادريك بارت ده سائق عن ستة واربعين سنة عايش في أسلانطا في الولايات المتحدة الأمريكية عنده توقف تنفس كل ليلة بيصل إلى حوالي هو على حد عبيره مئة مرة رقم كبير جدا هو مش قادر يتنفس مئة مرة في الليلة كادريك طبعا واضح من الوزن إنه هو حاجة عظيمة جدا جدا ألف يوم أنا في يوم اعتنافسي توقف كتير جدا على حد تعبيره ووصل عدم أشوف فص بقى الفرق فرق في اللبس هو قاعد بيوريك بقى يتصور بقى الأمريكان بقى لوطاف قوي يحبوا يتصوروا قوي قابلوا وبعد ما يخسوا ووريك ازاي كان بيلبس البطلون عامل ازاي دلوقتي البطلون عامل ازاي فالروع باللي حسه كان كبير جدا انقطاع التنفس أثناء النوم ده كان بالنسبة له زي مسلسل رعب بس مش مسلسل رعب عادي يا جماعة ده أقصى أنواع الرعب انت لو بتتفرج على فيلم رعب وفي الفيلم مثلا فيه تمساح بيحاول يأكل بنا آدم ماشي تمساح بيحاول يأكل بنا آدم بيحاول يأكل مرة بتبعد انت تمساح بيعد خلاص المية بعيدة عنك تبدأ تاخد نفسك شوية وتبص بقى للتمساح كده فيه فيلم أنا شفته كان كده فهديت شوية وحاجمك مرة تانية بعدها بربع ساعة فبرضه خفته شوية وبعدين ديته طعمة كده وبقى هل تتمساح طلع لك تمساح تانية بعدها فيه فيلم كده الكامل الرعب اللي انت شفته ولا يقارن بانك انت تشوف الموت مئة مرة في اليوم مئة مرة في الليلة بسبب توقف التنفس ده بيعملوا السمنة تعالوا النهاردة نفهم هذا الكلام مع ضيف العزيز القيمة العالمية الكبيرة والاسم اللامع الأستاذ دكتور كنم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظرة الأستاذ بكل الطب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمساد شوادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية من جلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على التصنيف الجودة الدولي فيه جراحات السمنة الاسرسي أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا قولي بقى المريض بيجي يقول لك أنا أعيش حياة ليلة مرعبة في البداية اسمح لي أن أحيا حضرتك وكل السيدة المشاهدين وكل فري العمل انقطاع النفس أثناء النوم من تمنى الحاجات اللي هي مشهورة جدا في مرضى السمنة المفرطة آآ يعني يمكن كنت حكيت لحيك قبل كده أنه آآ بيجيبوا الناس بالإسعاف من أماكن بعيدة بيتزينقوا فيها للمستشفىات بيوجدوا بالشهور عاجتك على قصة واحد أنت في جابوه بالسحر بالسحر الشمالي بإسعاف هو عنده مشكلة في النفس أثناء النوم المرة دي بقى يعني كانت الحالة سائت أكتر ويبقى عربية السعاف لمستشفى ودنيل وقاعد شهر قبل العملية عشان ينزل وزنه والحقيقة كان هو متردد للعملية بقى له سنين لأنه خايف من انقطاع النفس ده أنه هو يجري تغدير في حالته يعني اللي هو اللي تعتبر يعني حالة متقدمة من انقطاع النفس أثناء النوم لدرجة أنه في بعض الناس بتوصلهم إلى فشل في التنفس في بعض الناس وأجر العملية بعد تحضير شهر كامل وقاعد أسبوع في المستشفى وبعد جدا خرج خلال يعني أيام بسيطة ما بعد إجراء العملية النفس تتحسن جدا ومره تتحسنت جدا فمرضى السمنة المفرطة اللي عندهم انقطاع في النفس أثناء النوم ليس له علاج إلا إنقاص الوزن هتعمل له إيه؟ ما هو الحال إمليان دهون لازم تنزل وزنك مصبوط زي مرضى تدهم في الجابد الإنزامات معالية وعندهم سمنة مفرطة لازم تنزل وزنك منقطاع النفس النوم دي من ضمن الحكايات اللي هي اللي كنت يعني دايما بذكرها بنت في 11-12 سنة مريض سمنة مفرطة الجابهة بتاعتها سودة الجابهة سودة ليه بقى الجابهة سودة؟ بقى لها سنين قاعدة ما بتعرفش نام على دهرها بتنام على ديسك طول الليل نام على ديسك من كتر ما ما عرفش بقى بتنام على تربيزة بتنام على إيه؟ بس هي الفكرة إن هي الخشب عامل من كتر ما هي قاعدة طول الوقت على فلجابة بتاعتها لونها اسود من كتر ما هي ما تراش نام على دهرها بقى بقى ده حاجة مشهورة جدا في الناس اللي هم مرضى السمنة المفرطة ده يعني احنا طبعا بسبوط لايت على على انقطاع النفس النوم حاجة بقى يمكن أنا أذكرها للي بتعمله عملات السمنة زي تكميم المعدة أو تحويل المسار ما بعد إنقاص الوازن أول أسبوع ما فيه شخير خلاص ما هو انقطاع النفس السناية ده بتلاقي المريض السمنة المفرطة قاعد يشخر طول الليل لأنه طبعا طول ما ينام كده ما بقى رفش أخد نفسه طول الليل بقى شخير وفعلا ببقى صوته ملحوظ جدا في الوازن أذكر يعني يمكن أحد كان يعني عملية تكميم المعدة على وزن 160 كيلو من 4-5 سنين وكان معا حد قريبه السبوع ده يوم الخميس كانت بعمل عملية برضو أنا أفتكرت يعني حكايته كان ابنه كان مشكلته إنه هو كان قلقان على أبو والده يعني فبقول لي إن بابا بيجي بعد أولا لما بيرجع من البيت بالليل صوته مفيش صوت خالص وإحنا بنقلع عليه وإيه اللي حصل ما بعد كده إزاي إحنا كان يدخل من البيت إلا إيه نايم مفيش صوت يقوم صحي بيخاف عليه بيخاف عليه لأنه مشايف الشخير اللي قابل العملية ما بقاش موجود بعد العملية إنت نايم صحي عايش ولا مش عايش بعد العملية بعد النفس مسترعي فأنا بقول للناس اللي هي عندهم انقطع في النفس السناء النوم ما بعد إنقاص الوازن خلال الأسبوع الأول الدهون دي فعلا بتروح بسرعة جدا إحنا يعني أسرع مما نتخيل النفس بتحسن أسرع مما نتوقع النفس بتحسن صوت شخير بيروح النفس دخوله وخروجه بقى كويس يكفي بمريد السمنة المفرطة المصاب بينقطع النفسنا إنه من هو بعد أسبوع واحد بيعرف نام على ظهره يعرف ياخد نفسه كويس جدا طبعا ده مش دي المرض الوحيد الملازم للسمنة المفرطة لكن يعني ممكن إحنا النهاردة بنتكلم عليه أكتر يعني دايما في كل فروق الطب بدلوقتي فيه خناقة نبينة هل المهارة هي الأساس والتكنولوجيا هي الأساس الحكاة دي في جراحات السمنة بتيجي دايما من الترويج يعني مثلا نلاقي مركز كاتب يوجد الدباسات الأحدث الدباسة الحديثة تمام حلق جدا بس ده بيدي انطباع للمرضى إنه طالما الدباسة الحديثة موجودة ومثلا نوع معين من التكنولوجيا موجودة خلاصي هذا هو الأفضل حقيقة هذا الكلام لأنه قول حق أنا بعتقد يربيه بعضاً طبعاً ده حقيقي إنه تكميم المعدة وتحويل مصار المعدة بأنواعها إحنا طبعاً الجانب الطبي إحنا كنا تنقشنا يمكن قبل الحلقة على الجانب التقني في إجراء العمليات الموضوع محتاج حرفية عالية جداً محتاج خبرة عالية جداً هاو تمانج العين المتين كيلو اللي هو طوله 150 سنطي اللي هو بطنه ماتكوكة دهون أنت زي تختاره العملية المزبوطة حجم الكابت ده هتعمل معه إزاي عاستعمل تحول المصارع هتطلع لقمعه من تحت إزاي إيه المانوفرز اللي أنت هتعملها اللي هي تسهل على المريض ساعات من إجراء العملية ما أنت مريض بالحجم ده من السمن المفرطة أنت محتاج أن أنت the shortest time as you can أنت محتاج وقت قصير جداً في العمليات ما أنتش محتاج تقعد تعمل حاجات ويبقى عندك مشكلة أنت تقنياً بتضيع العيام بالساعات وفي الآخر العمل اللي بتطول بيقى فيها مشكلة 100% وبالتالي إجراء العملية فقط قصير ناتج عن خبرة كافية موقع قصير وتكون يعني بخبرة كافية خطوات محسوبة مدروسة في وقت قصير أنت ما بتتكلمش الفريق الطبي مفيش صوت أثناء العملية ما بتقولش للمساعد شد الشد الفلانية أو أو التغدير دخل جهاز البوجي بالصورة الفلانية أو الحكيمة المتعقمة اديني خيط نوعه كذا أو المسافة يعني اديني الدباسة في الخطوة الفلانية ده تطعر بحقيقة أنه وقت إجراء العملية أحياناً يعني بخطوة بيتبيباس خطوة وتروح لخطوة تانية أنت شايف أنها هو ده المناسب للعيان الحكيمة ممكن تراجعك فيها تقوم من دياك القالة تقولك يا دكتور إحنا ما عملناش الخطوة الفلانية أنا بقى أقصد أن أنا أعمل حاجة مختلفة يعني عن المعتاد مناسبة للعيان ده يعني فتقوم الفريق التيم كله يقولك إحنا ما عملناش الخطوة الرقم 12 ما هي خطوة رقم 1 بندخل بورتوات رقم 2 بنعمل دا جنسك لابروسكو بيه رقم 3 بندخل الدباس أبتر يوم فلانية رقم 4 بندخل الشاد دي رقم 4 رقم 5 بنعمل الأناستموزيس رقم 6 بنعمل فهم كل التيم تغديريا مأهل نفسه أنه هو يشتغل بصورة فيها تناغم بدون صوت ما هو ده بوفر وقت بوفر مجهود ما فيش وانت شغال ما انتش مضطرب ما انتش مضغوط انت بشتغل بكل ارتاحية في المريض دكتور التغدير ما عندوش هو عارف ان انت بشتغل على ضغط دم كذا عايز العيان يكون دايما طول الوقت مريح مش شادد بطنه لو بتشتغل في سيطر مش بتاعك انت بتبقى يعني بتروح تدي كورس مثلا في مكان ما بتبقاش تغدير بتاعك معاك أو الأسيستم بتاعك معاك أو بتشتغل فلستان مثلا في مكان تاني مش مكانك انت برضو ببقى عندك نوع من الأدريلين بيطلع أكتر بتقعد بقى تفاهم الناس ويعمل قطر رقم واحد رقم اثنين فطبعا الخبرة الجراحية مطلوبة جدا جدا الحقيقة انا بقى احيي قسم السمنة في جامعة تان شمس ليه بقى لانه هذا القسم ناشط جدا وحد جدا مع المخلفات وبتابعه وتصدف انه كل القسم بصدقائي فانا بتابع كل اللي بيحصل لا ما شاء الله فيه نشاط وحزن وده اللي انا عايزه مفيش بقى بيشوفوا اي حاجة بيروحوا عارف اللي هو يبسك حرامي لا 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 بالعكس طبعا ناشطين جدا تطبييا وعلميا انا بفخر يعني انا بنتامي لجامعة تان شمس العريقة وخصوصا اسم جراحة السمنة المفرطة لجامعة تان شمس القسم العريقة خلينا نشوف كلام الناس بيقدم وبيأخر تعال نشوف معهم خندر تتحول تحديث محاوظ جدا صحيح محاوظ 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 لتأول perchاء لقد شجر اخري محاول الزيد لقد إخوة برد العرم لقد سمي بيشترا وليط إذا أريد أن أفعل ذلك، أأتي إلى دكتور كريم ستبلي عندما أفعل ذلك، لم يكن هناك مشاكلات، لم يكن هناك سكارة، لقد أخذت 120 كيلونات، وهو 35 كيلونات، لقد بدأت 268 كيلونات، وهو الآن مجتمع بيعجبني كلامها جداً حاجة ملهماً للغاية، وبيعجبني معها كلام الناس اللي أما عارفين دورهم، دورهم المجتمع، ودورهم نفسهم، بس أتكلم عنهم هما، ماشي؟ دورهم هما مع نفسهم، دور المريض في إنجاح عمليته هو، إيه؟ انتباع التعليمات العادية، أنت أخليك إنسان طبيعي، يعني بعد العملية لا تصرف الإصراف الشديد في أن أنت تتحدى نفسك يعني. عملت عملية تكميم زي أستاذ زهبة، يمكن العيلة فيها كلها عايشة في أمريكا، وهي مولودة في أمريكا، هي مصرية، بس عايشين الأسرة كلها هناك، تجربة نكحة جداً، كل الحاجات الإيجابية فعلاً حصلت في العملية دي، عملية بممكن فتحات قليلة جداً، يعني ما عندهش أي نوع من التراهل، خلال متابعة ما بعد يمكن ثلاث سنين، وزنة قلي كويس جداً، بصورة صحية مضبوطة، ما عندهش أي نوع من التراهل، الشعر والضوافر والجلد، كله كما يجب، بسبب اتباع، احنا بنسألها في الفيديو ده، نسمع الفيديو بعد الحلقة، الناس تسمعه أو تتفرج عليه تاني، يعني بتركيز أكتر شوية، أنها قالت أنها رجعة لحياتها الطبيعية، الطبيعية العادية خالص، دون إصراف في السكريات، دون إصراف في عدد الوجبات، أممكن أعمل عملية تكميم، وبدل ما أكل ثلاثة وجبات، أكل عشر وجبات، ممكن أعمل عملية تكميم، وأكل كمية سكريات، كأن بقى معتمد على أن المعدة صغيرة، زي ما إحنا شايفين حجمه صغير، فملاها بقى سكريات، وشكرتات، وأيس كريم، ومعجنات، وبالتالي زودت الكالوريس بصورة مفزعة، وهتزود الوزن مرة تانية، لكن هي رجعت إنسانة طبيعية، هي أكتر حاجة رجعت إنسانة طبيعية، فقط، رجعت أجمل حاجة أنها رجعت إنسانة طبيعية، شوفوا أنا بصوا أنا زهلت فرق رهيب بين الشكلين، بين شكلها قبل العملية، أو بعد العملية مباشرة، وبين بعد سنتين، مع العكس طبعا مع الفارق أنه ربما يكون في نفس السن، ونفس الوزن، وحد تاني، وتلاقيه يعني جاي طبعا تعبان، وشعره سائط، وطبعا حالة يعني اتبع النظام اللي هو المزبوط، خد الكاتلوج بتاع العملية وطبقه، ولا تعتبر إن العملية دي تعتبر كمبيوتر في البطن خالص، أنت بس احنا بنساعدك إن انت تنزل وزنك مزبوط، بحيث تمشي بصورة صحية مزبوطة، طبعية، حتى لو اعتبرناه كمبيوتر، ما الكمبيوتر لازم له السيعمة، لازم الكمبيوتر لازم له إدخال معلومات سليمة، وعدم الدخول في متاهة الفيروسات، تجي العملية كده، ما ساعتك ما تدخلش العملية في متاهات، ما تدحدش العملية، ما تتحايلش حولين، ما تجيباش محتال، مريض محتال، آه طبعا فيه مريض محتال، هو المريض لما نقوله ما تاكلش سكريات، هو يأكلها من في الدرة، لما يخصب على نفسه ويأخد ويرجع ويأكل تاني ويرجع، ما هو عمال يشد على العملية، ويقول لك أما شوفها شغالة ولا مش شغالة، ده كلام، ده كلام خلينا بلحقنا يا جماعة، انت مش حاس بالجوع، عملية خطط معاك خطوة انت عمرك ما عشتها، انك مش حاسس بالجوع، عارف في فيلم اكسلارش، أحمد حلمي قالك أنا مش جعل، لأ ده بقلاش كده، ده وقف في وصي، أنا مش جعل، أنا مش جعل، أنا مش جعل، ده إحساس كان بالنسبة له، يعني إحساس مستحيل، هو دايما حاس بالجوع، لأ شلنا الفاندس بتاع الاستومك، القبة الماء ده، فشلنا هرمون الجريلة، فبقى كده بقى انت مش جعل، انت ومتاكل، وانت مش جعل، خليك يا عقلان، ضيف العزيزة الخيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع، الأساس دكتور كريم صبري، أساس جراحات السمنة والمناظير، الأساس بكلية طب جامعة أن شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة، ومستش هودي النيل، وزميل كلية الجراحين، لكيب الجلترة، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل أعلى تصنيف جودة دولي، في جراحات السمنة، نورت الدكتور، دكتور، مستمري في الدكتور، خليك انتوا بس معنا. أهلا بكم مرة أخرى، ما زلنا في حضرة المشو، في حضرة حبلة موجودة، خايفين جدا على الرحم من كلمة مخيفة، أوي في عالم النساء وتوليك، اسمها في جار الرحم يا جماعة، في جار الرحم ده، حالة هتتلمي المستشفى كلها، النساء والتوليد، والجراحات، ونقل الدم، ومراكزة جاهزة، وكل حاجة، فعايزين نقرب برضو من هذه القنبلة المخوضة. طيب، احنا اتفقنا إن كلمة النش، وليه أسماء مختلفة علمية، يسموه يوتراي النش، يعني فتء الرحم، أو دايفيرتكولم، يسموه كده برضو، باهو أو إنبعاج، يسموه اسمه سيل، عشان الإسمس، الإسمس اللي هو التقاء عنق الرحم بجسم الرحم، ده الإسمس، فالإسمه سيل زي الهايدروسيل، زي البريكوسيل، سيل يعني إنبعاج، أو يسموه حتى، كل المسميات المختلفة ده، أو هيرنيا، كل المسميات المختلفة ده، عشان نقرب عشان، وكانت، إيه المسميات، مش مهم بالأسماء بقى، قدم التأثير اللي احنا عوزين نقوله، لهذا الجزء البسيط، اليسير اللي بتبقى موجود، اللي في الآخر خالص، بعد ما تعرفنا عليه، هنتعامل معاه إزاي، هنشخاصه إزاي، سواء كان بالصنار، أو بالإما أرآي، وإزاي كنا بعد ما شخصناه، هنتعامل، أو بالهيستروسكوب، بالمنظار الرحمي، وبمنظار البطن، وبعد كده، نتعامل مع الأشكال المختلفة من النش، إزاي دور الإضاءة داخل المنظار، نتعامل معها، ونعمل الديمنج، ونقلل، إزاي معرفة ما يكون عندك إضاءة، وتقللها، وتعليها، عشان تكشف حاجة معينة، أو عاوز تقرأ كراءة معينة، عاوزين نقرأ كراءة الدفكت، أو المشكلة اللي موجودة داخل الرحم، والضعف اللي موجود، يبقى بيّن قوي بإضاءة بشكل معين، ونقارن الإضاءة بالإضاءة، ونشوف المور بلايتنس، اللي بيبقى يكون ضوء شاهق، المكرنة بالضوء الطبيعي اللي موجود داخل الرحم، ونقدر نقول قد النش، فتعالا نشوف داخل غرفة العمليات، ببسطة حتى تخدير معين أو بسيط، عاوزين نملة الرحم ده بالصلاين، بمحلول الملح، ونملة التجويف الرحم بالصلاين، فبالتالي هيتملي بالملح، وبعدين يبدأ يحصل كراكس دي، يخرج بمحلول الملح، يخش فيها، فنقدر نكتشف هنا الدفكت الموجود، ومن خلال اكتشاف الدفكت، نعرف هنا إن فيه مشكلة، نحن نشوف النش، زي تشخيصه، داخل، وقلنا بالصنار، نقدر نبص عليه بالصنار، نبص نشوف كده، نشوف بصوت الصورة، تشخيص النش، دي المريدة بتشخي ببوست كويتل بليدين فقط، فيش أي حاجة اللي كان عندها ألام، وتعمل لها منذار، وتحسنت الألام، ولكن الحاجة الوحيدة اللي مدايقاها، إنها فيه دم بعد الجماعة، هنحقن، مفروض إن ده الرحم، وده بطانة الرحم، الجزء الأبيض ده، وده عضلة الرحم، هنملة ده محلول ملح، أنا بجهز الصنار مهبالي، وفيه أسطرة محدودة في الرحم، هنحقن، مفروض إن هيباني لون أسود كده، هياخد غيرات الآخر، كده، لو فيه تآكل في جدار الرحم، هيباني الصلاين لون أسود كده، موجود مكاني كواسرة القديمة، أخذ الصلاين، هذا يملأ، موسيقى 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 الراحم، كل ده، أيها موسيقى 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 اللون الأسود ده، اللي ننتاكد، كأن فيه شرخ في جدار الرحم، أدي الجدار الرحم الخلفي، ودي الأمامي، لقى الصلاين ملع، وبعدين دخل بين العضلة الرحم، يعني كأنها مش مكتملة، كأنها شرخ موجود فيها، فبدأ الصلاين نكش في الشرخ ده، ده أكتر حاجة ليكشب بيها، النش، موسيقى شوف هنا لما بيكون جزء من عضلة الرحم غير مكتمل، هو ده النش، أوكي، وهنا مثلا، الكيسرية الكاملة، ده ده مثلا، إيه؟ صورة، تعالنا نشوف حاجة تانية، الصورة اللي بعديها، أيها، هنا برضو، لو حصل تآكل في جرح الكيسرية سابقة، بيبقى موجود، ويحصل إنبعاج هنا بقى، إنه هيخرج كيس المية، بسبب إنه كان فيه ضعف في جدار الرحم، تعالنا نكمل، صور تانية، ده الرحم البيبي بيبقى داخل كيسرية، داخل قصر الرحم، ومكانة كيسرية القديمة، اللي ممكن يبدأ إيه؟ ينغامز المشيمة جوه، تبقى مشاكل رهيبة جدا، لو إحنا سبناها، أو إنه إحنا بقى فيه ضعف في الجدار أهو، جرح الكيسرية السابقة، وممكن يحصل إيه؟ من قوة إنكباد الرحم، يضعف النشي الموجود، ويحصل إنفجار ساعات، ومعظمه، إنفجار صامت، وما أكثر من القاتلة الصامتون بيبقى موجودين، يبقى مش معنا كل أبص هنا، الله، الله، هلو قوي الصور دي، هلو قوي، بص الرحم هنا، انفجر الرحم، يعني عدلة الرحم بعدت عن الجزء الأعلى وجزء الأسفل، وبجد بيحصل كده، وهنوري الناس النهاردة بجد خروج الراس البيبي، أو الكيس بتاعه، من عدلة الرحم، أثناء كيسريتين بنعملهم النهاردة، وخارجين بدون، حتى بسأل المريضة إنها بغضى بنج نصفي، هو أنت ما شعرتيش بمشكلة أثناء الحام؟ لا، وانت لدرجة نقول إيه؟ مش كل سكوت، يعني مش كل صمت، هو كويس، مش كل سكوت علامة رضا، ساعات السكوت، لإني، يسبق الانفجار، يسبق الانفجار، تعال نكمل بقى، نشوف، مشاكل، ده صور قد إيه بقى؟ إن ممكن يحصل مشاكل وجنين، ويخرج بره الرحم، قد انفجر، وسقط بره، ونجي نفتح، نلاقي البيبي في البطن بالكامل، خارج بره البطن ومات، بص بص الحيت، يعني، ده فات أو بص دهبني هيرني، ومات البيبي داخل، قبل الولادة بيوم أو باتنين أو سناء الولادة أو تبر، ومات الجنين اللي كانوا منتظرينه داخل الرحم، بقى خرج بقى خرج بره تجويف البطن، تعال بقى، هنا السيزيريان سكار ديفكت أو النش، السمنا تقسمتين، حاجة مشاكل متحلقة بالنسة، ومساكل متعلدة بالولادة، سيزيريان سكار الديفكت، اللي هو النش، يعني معناها ضعف في جرح القسر، عندنا الجايني، يعني ممكن إيه؟ تأخر في الدورة الشراء، ألم أثناء الدورة الشراء، غزارة في الدم في الدورة الشراء، نزيف في الدورة الشراء، انترمنسر بليدن، ألم في البطن والحوض، إفرازات مهبلية، ألم أثناء الجماع، نزيف ما بعد الجماع، ده كل ده بسبب إيه؟ بسبب النطوء النشي اللي موجودة، أحياناً، بيبقى، أوعية الدموية اللي موجودة فيه، تنفجر من حين لآخر، أو هو كبهو، يحتفظ بجزء من الدم اللي موجود فيه، فبعد ما الدورة تنزل، يبدأ ينقط موجود الكيس، يبدأ ينقط الدم اللي موجود فيه، أو بعد الجماع، يحصل انفجار لبعض الشراءين، أو الشعارات الدموية اللي موجودة فيه، ويحصل دم موجود، ويبقاش معروف فيه، أو يبقى فيه التهابات موجودة مستمرة منه، تأثيره، لو علاقة بالحمد، تأخر الحمد، نتيجة إيه؟ الالتهاب الموجود بيخلي بطانة الرحم غير مؤهلة، أنه يحصل إيه؟ لما بيحصل قصف، بعد الجماع الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، تلاقي بهو، أو دهليز، جوا روح دخلة جواه، وما تكملش رحلتها، كأنه انترابد واكسطاد كل الحيوانات المنوية، وبالتالي تلاقي المريضة قعدة سنة، واثنين، وثلاثة روح منها بتحمل طبيق، ما بتحملش طبيق، أو أن يحصل حاملة خارج الرحم بس بجرح النش، أو انفجار الرحم أثناء الولادة، أو انفجار الرحم صامت اللي موجود، أو حاجات تانية مش موجودة مكتوبة، انفجار صامت لرحم، بقى الست متدرش، خالص، أو كمان ممكن يحصل إيه؟ البلاسنتا، المشيمة بقى، وما أختارها، المشيمة اللي تلاقي مكان فيه، تعرف المشيمة بتقعد تحفر عشان تلاقي مكان تنزرع فيه، المشيمة لقي حفرة سهلة، فتنغمز فيها، وتخيل المشيمة دي كأن ليه علاقة أو ديالوجات، أوعاية الدموية بتاعتها، والخلايا الأراضة بتاعتها اللي هتبدأ تنغمز في الجدار الرحم، لا يا مكان سهل، فانغمزت فيه، ولا فيه، كأن فيه كيموتاكسنز، يا كأن فيه خلايا مغناطسية تقدر تجذب الجنين، بدلا ما يبقى فيه في الميديوتراين، أو حتى في الامبريو، ويندو بتاعه، الشباكة والنفذة اللي بيأصل فيها، تنزل تاني، وأحيانا يطلق على النش، اليوتراين ويندو، وكأن ده نافذة الرحم، وكأن انك انت تقدر عارف بالسنار، السنار عبارة عن كمبيوتر، صح؟ والكمبيوتر فيه برنامج اسمه الويندو، صح؟ فمن خلال الويندو بتاع الكمبيوتر، تكتشف الويندو بتاع الرحم، شباك الرحم، عشان من خلاله تطل من هذه النفذة على العالم الأرحب للمشاكل اللي ممكن تتم في الأرحام، ومشاكل اللي تم فيه أجساد المرأة، وتقدر تتوقاها، لو إحنا بجد ذكرناها، وقدرنا نتخيلها في المراية الجانبية، والبقعة السوداء، أو العمياء اللي موجودة في المراية الجانبية، الميس ديجنوزس، قدرنا نتخطاها، وقبل ما عدي، بعربيتي، وقبل ما عدي بتشخيصي مع المريضة، أبص يمين أو شمال بقلافتة كاملة، عشان لو النش ده، ما توقعتوش، كان يعلمونا زمان، على الحملة خارج الرحم، إذا لا تستطيع تشميلها، لا تستطيع تشميلها، لو ما شميتوش على بعد، مش هتشخصه، النش هو أوقع، هنا بدأنا نفكر الالتصاك اللي موجود في اليوتروسيكرال، الرابطة العجزية، واللي موجود مع الكولوم، واللي موجود مع قادل مبيض، اللي بقى انتاجلنج، وبقى متاخد في الالتصاك، وعامل ديسبارونيا، ألم رهيب جدا، وألم في الدورة، وهنا ممكن يكون التشخيص دم على كده، لأ، عادي بصوا لتشوكولتسيس، عادي بصوا لتشوكولتسيس، عاوز أقولك، إن اللتشوكولتسيس، اللي موجودة، وهي عاملة إما رأي، مش مكتوب في التقرير، مش معنى كده إن الإما أرآي، هو اللي غلط، إن اللي قارئ، هل أنت قمت بدورك حقيقة، أو لا، احنا مش الهدف هنا كمان، إن أنا أتكلم على الأخطاء، أو لا، أنا عاوز أقول، إني، هذه المرض ممكن يكون موجود، وبرضو يجي في النقطة العمية، اللي في التشخيص، ويضل تشخيصه، ويعدي، بعد ما حررنا المبيضين، وحررنا الأنابيب، والمشاكل الموجودة، والأنابيب اللي مفروض إنها توصى أصل، عشان فيها ارتشاح، وهي قريبا، بتدور على إنجاب مرة أخرى، وعاوز أتساعدها على الإنجاب مرة أخرى، طيب، وبعد التقنية الرهيبة دي، وبعد التخلص من الأكياس الدموية، اللي مش دورنا، في وقتها دلوقتي إن إحنا بنتكلم عليه، هنبدأ، ده ما يعفناش إن إحنا هندور على الجزء الأصيل اللي إحنا شخصناه، زي بعد ما الميرادة نامت، عملنا السونوهستروجرام، عملنا فحص بالسونار، وملينا التجويف الرحم بالصلاين، عشان نقدر نشوفه، ونقدر نعمل ده بحاجتين، سواء كان بالفحص بالسونار التقليدي أو الهيرسوسكوب، نعمل منزار رحمي، وأثناء المنزار الرحمي يبقى معانا سونار داخل غرفة العمليات، يبقى إحنا عاملين دي والإفكت، إحنا الجزء الخلفي للرحم، اتعامل خلاص، بطنة الرحم المهاجرة والمبيضين اتسلكوا تماما، خرجنا الأكياس التشوكرة الموجودة، الأنابيب المرتشحة أحيانا منلاقي انفراجة في الأنابيب المرتشحة، وده معناه إن مش كل الأنابيب مرتشحة متشخصة بالسونار، متشخصة بالهيستروجرام، إن إحنا نشيني الأنابيب دي، معناها الأنابيب دي نقرب منها، ونشوفها، يصلح إنها ترجع تاني للشغل مرة تانية، ينفع؟ أو طبعا، هل كل الأنابيب مرتشحة لابد من نتسقصالها؟ لا طبعا، كل الأنابيب مرتشحة لابد من إجراء منزار للأنابيب داخل منزار البطن، نقدر نخش بمنزار الرحم داخل أنبوبة فلوب، ونقدر نشوفها، جواها، على الفمري موجودة، للسالية موجودة، في الفلاتنينج موجودة، الأوعاد الدموية الرئاسية الموجودة، فيه كرايتاريا تقدر تقول أسيب أنبوبة ترجع لوظفتها، ولا سقص الأنبوبة دي، تعالا نشوف، إيه اللي تحت الالتصاق ده لما نفكر، نستبعده، ونطلع المسانة البولية إنفيريوري، فوق، ونبدأ نكتشف، نبعد المسانة، عشان كده لابد أنك تبقى عارف الوضع التشريحي، عشان كده لابد أنك أنت تعرف تفصل ما بين المسانة البولية وقدار الرحم، عشان لو أنت بتقدر تعمل استقصار رحم بالكامل بالمنزار، لابد أن أنت تستبعد المسانة البولية الأول، وبالتالي تقدر تعمل إيه؟ تفك المسانة البولية تبعدها عن حاجتين، أحيانا عن عنق الرحم بالكامل، زي ما إحنا هنا هستبعدنا، بعد ما استبعدنا، المسانة البولية بقت فوق، وبعد ما خلينا عنق الرحم هيبدأ يبان، عاوزين نكشف بقى بمنزار الرحمي، ومنزار البطن، وجود الفت والتخلص منه ازاي؟ هنبدأ هنا، إحنا دلوقتي بالمنزار، داخل تجويف المنزار الرحمي، فوق، يعني إحنا دلوقتي منزار البطن بصين، على هنا إيه؟ بنقرب بعونق الرحم، تعالي بنقرب من عونق الرحم، هي وسبت السورة لوحدها، بس، هنا بقى بص الإضاءة، هنكشف إيه هنا بالإضاءة، فيها برايتنس موجود قوي، أهو، أهو، بنعمل الديمينج، بص هنا هتلاقي في حاجة زي الشمس، يعني إحنا اللي إضاءة اللي بتاعه، وهتلاقي زي الشمس، هي بتستع كده، تبتنور من جوه الرحم، بص 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 المنزار ده، ها، شايف دنش، إضاءة حتى عندها مختلفة، لإن إحنا يا دوبك بنبقى تحت، عضلة الرحم التاكلة، والبروتون بس اللي مغطي، فبالتالي بيبقى الضعف موجود، ونقدر نشوفه ونكشفه بالمنزار، بعد ما نكشفه بالمنزار، شاور، شايف أنا عاوزكو تقواصل الصورة دي للناس، شوف الإضاءة الحامرة دي، إحنا نفس الهيسترسكوب، بإضاءته، يونيفرس، عامة جداً في الرحم، بس قدرنا بالديمنج ده، إن إحنا نقل الإضاءة، ونقرب بالعدسة، كشفت الإضاءة، وكأن الشمس هتسطع بقى من ظلمة الليل، فاتبان جداً بالصورة دي، إنها مور برايت، فيه لمعة جداً، وشهقة جداً، هو ده الضعف اللي موجود، اللي هنقدر بعد كده نعمله إيه؟ نعمله تريمينج، يعني نعمل إيه؟ نستقصله، عشان نجيب فريش تيشوز، عشان نجيب نسيج تاني صح، حي، ونخيط بقى فوق بتحت، بالطبقة السفلة، بالطبقة العليا، وساعات بيبقى منخيط عنق الرحم بالرحم، ساعات بنبدأ نستغل الإضاءة الخفطة دي، وأبدأ من خلالها، أبدأ بسلك أهو، وبكمل تسليكي، عشان ألاقي عندي سبيس أقدر أخيط، وأقدر أخيط الرحم من جديد، بمسك أهو بالتوزد، بفورسيبس، بلسن، عشان أمسك الجزء السليم، ومن خلال كده، هبدأ بالمقص، أقص الجزء اللي هو فيبراستيشو، المتاكل، بص أول مقصت، المياه خرجت بتاعت الهيستروسكوب، المنظار الرحم اللي تحت، يبقى أنا على ضوء الإضاءة بتاعت الهيستروسكوب، خدتو كاقايدلاينز، وشوف اللون الأبيض بتاع الأنسجة اللي فيها دي، اللي موجود، دي فاكت بسيط، موجود، مطرح القيصرية، فينان بريجنان تيوترس، رحم مش حامل، أقدر أستقصله، واستبعده، كان عامل مشاكل رهيبة جداً للمريضة، من ألام، ومن نزيف، ومن تأخر إنجاب، مضاف لي، اللي كان بالصدفة، اللي حاجة مش باثولوجي، اللي علاقة ببعضه، اللي كان فيها عندها بتاني ترحمه هاجة، هو اللي احنا بتشيله ده ايه؟ دنش، دنش، الفايبرستيشو، اللي بيتاخد ويتعمل له هستو باثولوجي، عشان يتأكد كمان بالهيرثو باثولوجي، إن ده هيجي لك كده حاجة اسمها ايه؟ إن فيه فايبرستيشو، مش ده مش يعني تطور طبيعي للقيسرية، لا، ده موجود، بنشيله، لغاية لما نوصل للهيرثتيشو، وتلاقي إن فيه دم جيه، بقى موجود، من الجزء السليم اللي موجود، بص بقى المنزار بتاعنا هون، وكأن المنزار ده لما شفناه، ده عين فاكر لما قلنا تانية، الوود بيكر، اللي هو نقر الخشب، لما بيخش في العش بتاعه، عينه تبقى باينة من داخل العش، كأن العدسة بتاعت الطائر دي، هي عدسة المنزار، داخل الفتق ده، لما قدرنا نكششفه، وصل الرسالة؟ صحيح، ليش عارف في كتابين، عين طائب بقى الخشب، لما بيجي في، دي حاجة مكتوبة في كتب، ولا انت تشبيهي؟ نقف هنا، ونقول، عملنا إيه؟ استخدمنا في نفس التوقيت، منذار رحمي، مع منذار البطن، في نفس التوقيت، استخدمنا الإضاءة بتاعت منذار الرحم، مع منذار البطن، ونقلل الإضاءة، نشيل اللايت سورس بتاع البطن، عشان نبقى ضلمنا الدنيا، ونسيب اللايت سورس بتاع منذار الرحم، ونقلل الإضاءة، ونقبرها عشان نقدر نكتشف فين النش اللي هنشتغل عليه، وبعد كده قديسة الإكناق، ده فين؟ ده في السير، ده سيزيريا النسكار، نفس القصة، بنقول عندنا، السطارة، نوع من الكيسنج، الكيسنج، بلادر، البلادر، المكاشكيفزة زي السطارة، بص المنظر هنا للرحم، هنا، عادي جدا فيه التصاق موجود ما بين الأنبوبة، وجدار الحوض، وده يعني ممكن تكون صاين، لا مش ممكن تكون صاين، ممكن عادي جدا للتصاق الأنبوبة الوحدة، ولكن ممكن تكون، اذا هول، ان الرحم ملتصق مع المثانة البولية، برضو بنفسر، من عند الراوند اللي جمع، نشيل، نوسع لنفسنا، ونبعد المثانة البولية، عن، بص بقى هنا، وانا شادد، المثانة البولية، بص نازل حرف التمانية ده، مع الرحم، ممكن كتير جدا يخش يلاقي الشكل ده، الطبيعي، لالتصاق المثانة البولية، أو لقاء المثانة البولية، مع الرحم، لأ، ده اسمها الكيسينج بلادر، يعني كأن المثانة ملتصقة التصاق، رهيب جدا فين، في الديبست بارت، للنش، يعني في أعمق جزء للنش، هنشوفه دلوقتي، نبدأ بقى نسلك المثانة البولية، اللي أحيانا، بص بص بقى، بص المنظر ده، بص فيه لون بني بدأ يظهر هنا، إيه ده؟ الله، 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 ده شكل السيست؟ إيه ده؟ بص ده، الميوكوس منبرين، اللي موجود بتاع السيرفيكس، بتاعونك الرحم، موجود مليان بلد، خرج من النش اللي موجود مستخبي تحت المثانة البولية، يعني شوف قد إيه، لما فكنا الالتصاق، ظهرت دي المشكلة اللي موجودة، بص كأنه فتئ كامل أهو، ظهرت المشكلة، طيب ما ده إيه؟ موجودة، ومش متشخصة، وكيسرية مع موجودة، بقى لها ستة شهور، شوف اليوتراين نش الموجود، ما بين الدفاكت، لما رفعنا المثانة البولية، ورجعناها إنفيريولي، ورجعناها بمكانها، وبعدناها عن عنق الرحم، نقدر نكتشف مشكلة كانت موجودة، وبالرغم إنه عاملة صنار، وبالرغم إنه عاملة متابعة، إلا إنه ألم رهيب، لا يتوقف، وإنه دم بعد الجميع، وإنه إنها، المريضة بقت واحدة تانية، بعد ما تعمل، الممكن أطابعا، وتبقى شخصية تابعا، وممكن كان يضل التشخيص إنها بطنة رحم مهاجرة، ده مجس، عنق الرحم، اللي إحنا بنخش به، المجس ده كنت عاوز أثبت، الدفاكت اللي موجود، والفتئ اللي موجود، اللي اخدخلنا به من عونك الرحم، لإن عونك الرحم، مش مكتمل مع الرحم، وعمل الدفاكت ده الموجود، وده عشان بيسموه هنا بقى إيه؟ ممكن يجنش، لإن كانت القاسرية موجودة تحت منخفضة، لدرجة إنه ممكن يبقى فين؟ في عونك الرحم، الموجود، حد يفتح تحت قوي، حد يفتح، في السيجمنت بقى إيه، لا، فتح كمان عند عونك الرحم، برضو نفس القصة، بنعمل إيه هنا برضو بقى، نحتاج الإضاءة لإنه إحنا مكتشف من أول الاتصاق لما فكناه، وبدأنا نعمل برضو نشيل الفيبر السيشو، ونخيط هنا الرحم، هنخيطه فين؟ بإيه؟ بص برضو فيه تكة هنا دكتور عونك، لما الرحم كانت خيط، نخيطه، سواء انترابت السوتشر، يعني خياطة غرزة بغرزة، أو متكاملة، يعني على بعضها زي ما بتسري، ولكن ما تعملش حاجة اسمها الانترلوكينج سوتشر، يعني إيه؟ ما تاخدش غرزة ما بينه كأنها حرف بتقفل غرزة، وتنزل عشان دي بتقفل أوعاية الدموية، فتضعف المكان ده، فتقدم ممكن بتعمل نش مرة أخرى، بتحرم الأنسجة من الدورة الدموية المنضبطة في المكان ده، فتؤدي إلي إيه؟ تلايف موجود مرة أخرى، نبدأ نخيط الأنسجة، بناخدها في two layers، زي ما إحنا شايفين كده، ونبدأ نروح، واللير ممكن forward، واللير التانية backward، بنستخدم إبرة بشكل معين، الفيكرال ده موجود، وممكن نستخدم البي دي اس، وبتستخدم إبرة خمسين، راوند، عشان تقدر تخش في السيرفيكس، وتبقى موجودة، طيب، نعمل إيه بعد كده؟ بعد ما بتخيط، وقفنا، شنا شنا، وقفنا، بنيجي تاني بالهيستروسكوب، وندفع المية، بتاع الهيستروسكوب، نعمل الرحم صلاين، وبنخش بالعدسة، فنشوف تجويف الرحم، لما نملاح صلاين تاني، عشان نعمل حاجة اسمه ووتر تايت، ما يجيش مية تاني، وبعدين نبص بالإلومونيشن، بالإضاءة، عشان نتأكد تاني إن الدفكت اتقفل، تراس إلومونيشن، الحركة اللي عملتها عشان ما يبقنش مرة تانية إن فيه دفكت وقفلنا عليه، ليه هنا بقى؟ عاوزين نتأكد، هل إحنا جبنا كده دلوقتي، سيزانيا نسكار، موجود في جرحة كيسرية، واحدة تانية، اللي موجودة في عنق الرحم، تعال نشوف واحدة تالتة، المريضة بتشتيك شاكوة رهيبة، لا تتوقف، عملت كذا عملية جراحية، والألم مستمر موجود، تعال نشوف الحالة، الألم مستمتع جدا، جدا، وهقول لكم ليه، تعالفوا بس الحالة، مدام عزة من سوهاج، 36 سنة، خليفة مرتين كيسرية، آخر بنت من خمس سنين، اتفتحت بطن 2016، على أساس إنها ورم ليفي، أثناء فحصه، طالع إنه فيه تآكل وفيه شوية تغيرات موجودة في الورم ليفي، بعدها بسنة، شاكوة إن فيه فتق داخل الرحم، ممكن يكون مطرح لإستقصال الورم، أو مكان الكيسرية، تعاملت مرة تانية، فتح بطن، وتصلح الفتن، وبعدين بدأت الشيك إن فيه ألم في بطنها، بالمتابعة ترى إن فيه ميس كبيرة، دخلها في تأخر حمل سنوي، نفسها تحمل مرة تانية، ده واحد، اثنين، بعض التغيرات اللي بتيجي مع الدورة، أحياناً بيبقى فيه بعد ما الدورة تخلص ينزل نقطة دم، ما عندهاش ألم في الجماعة، ما عندهاش ألم في الدورة، ما فيش ألم في الفحص، تقال لها إنها يعني لازم تشير الرحم، بنعمل منزار بطن رحمي في نفس التزامن عشان نشوف هل فيه دفاكت أو لا، دخلنا منزار الرحمي، لقينا إن الرحم كأنه فيه دابل كابتيز يعني كأنه مقسوم، فوق عنوك الرحم مباشرة، أو قبل عنوك الرحم، وبعدين تخش في التجويف الثاني، كان عندنا دوم لايك كأنه زي الأوبا كده، ومقلوبة عنينا، دخلنا منزار البطن، نشوفنا المنظر اللي احنا نبدأ نشرحه دلوقتي كده، ده فيه شوية التساقات عادية من منزار البطن مع القيصريات، الرحم اهو، ده الفضناز بتاع الرحم، رفعنا الرحم كده، عندنا مبيض يمين، وأنبوبة يمين، مبيض شمال وأنبوبة شمال، وفيه شوية دم من الجمعين، لما نيجي نبص هنا بقى للرحم، ربط الدقرية، ربط الدقرية التانية، موجود التساق مع الجدار البطن الأمامي، لما نيجي نبص هنا مكان القيصرية، عندنا اهو، سيستلايك ستركشور هنا، كيان فيه كيس كامل موجود هنا، الكيس ده جاي في نص الرحم الأيمن، هو نازل هو، علاقته أد المسانة البولية، نزور المسانة، أد المسانة البولية، متاخدة معانا هين، نشوف جدار المسانة، اهو، اهو، متاخدة غاية فين، هنا، هنا حدودنا هين، اهين، اهين، تاني، ونرفع كده، رفع المسانة، كل ده المسانة البولية، متاخدة هنا، وريني كمان هنا، المسانة هين، شوف متاخدة ازاي، شوف، وده وده المسانة الطبيعي، فوق كده فوق الرحم، بس هيا شفتت بسبب الالتساق، لأي علاقتها ايه بنيش هنا، دخل علاقتنا هيا، بس انا بولاية، حدودنا هيا، فيه امان هنا، بس يدوب، ايه دي، من يدوب، بنيش هوا، بنيش هوا، هوا، بس هوا، غريب ازاق جاي من كأنها بستيرر، وريني بس الحتة، بنيش هوا، بنيش هوا، بنيش هوا، هاد الحتة دي كنه، ها، 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 طيب نخش بقى في الهيسترسكوب نخش بقى منظر الراحني وانيش اهو وهدي السنرايز السنرايز ساين اهي اخش هنا اهو نشك بالكامل اهو مافيش مصر لير ودوبة كبيرتون اهو قصادمة اهو يعني انا ممكن لو دوس دوس هاخش هنا الراحن من هنا ورايني كده في الهيسترسكوب بقى واتحظ ايه ايه دا احنا داخلين كده من اول عونك الرحم ده اللي عامل كل مشاكلنا تأخر الانجاب اه طبعا لان ده بركة بعد القصف تخش فيها الحيوانات المنوئية بركة بتخلي معدما الدورة الرحمية تنتهي تجمع هنا بعد كده ينزل نقطة دم بعد الجماعة اه اه الم في الدورة لبعض الناس التكرار في البول هنبدأ بقى نشتغل هنسالك المسانة البولية اللي بدأت اتميلي عشان نعرف حدودنا من الرحم عشان نكشف النش ده ونشيله ان شاء الله بالمنزار وبعد كده نبدأ نصلح الرحم تاني اه اه ده عمل وراه شغل كتير وجهد كبير جدا لكن النش او هذا الفات او هذه الحالة الطبية الجراحية تحتاج الى سلسلة زي ما احنا عندنا مجموعة سلاسل كتيرة جدا 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 لكن انا احييك ومبسوط جدا بهذا العرض العلم الراقي جدا والجهد الكبير جدا نورتنا ويعني كل جمعة وانت بخير دقيقا وانا كفين انبساطك الباكنا خطر اللعب ح愛 یو امامات اقصر